أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الإخصاب المساعد في عالم تأخر الإنجاب في عالم النساء خلي بالكم إن المنظر الرحمي ده جزء مهم جدا وأداة لها قيمة كبيرة جدا لكن فيها سئلة كثيرة تدور حول المنظر الرحمي أولا هل هو investigation زي ما قوله obligatory أو primary أساسية نحطها أي حد عنده تأخر إنجاب نعمل له منظر الرحمي ولا المنظر يحمل له دواعي معينة تبان في الصنار يعني نقدر نقول إنه هو يجي الخطوة التانية بعد صنار سلسل أبعاد هل في التشخيص الصنار بتقدم المضيء وبصوره البراقة هل أزاحة نسبيا بالمنظر الرحمي ده له كتف يعني باللغة البسيطة وبعده شوية من التشخيص ونقلوا لمرحلة أكيد المنظر ما زال موجودا في الإزالات لو دخلنا لقينا اللحمية هنزلها بس هو طبعا الفحصات اللي ما فيهاش دخول لجسم الإنسان أفضل كتير وأسهل وأبسط من الفحصات اللي تدخل لجسم الإنسان بس هل المنظر الرحمي فحص مؤلئ لست يحمل كومبليكيشن؟ لا طبعا يعني واضح إنه very simple بس خلينا نفهم كمان هل المنظر الرحمي بالsimبلستي اللي أنت بتقول عليها بالسورة ولا لازم يكون في إيد حد خبير ولا يعمل مشكلة ضخمة في الرحم لو دخل بشكل خاطئ في الرحم عصاب الرحم في منطقة يكون ضعيفة فيه أسئلة كتيرة قوي تدور حول المنظر الرحمي بشكل متخصص تعالوا نرحب بضيف العزيز واحد من قمم طبعا علاج تأخر إنجابه على الحق المجاري والرائد القدير اللي بنى تاريخ فويل جدا ما شاء الله من العمل والاجتهاد الرائع جدا لمنظومة علمية متكملة ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة ورائد القدير الأساس دكتور عبدالطيف أحمد سويلة استشاري ودكتورة النساء والتوليد والحق المجهري دبلومة أطفال الأنابيب والحق المجهري من بلجيكا ودبلومة جرحات المناظير من جماعة كل والألمانية ودبلومة الموجات الصوتية من زغرب الكرواتية ورئيس مجلس إدارة مراكز نور الحياة للخصوبة المراكز العريق أتا بك أهلا نصال لنورك دكتور أجم النهاردة كعادة حضرتك بتختارط أن أنت تكلم بشكل سبيسيفيك أو في كل نقطة الوحدة فأنا عايز الأول نشرح للناس ما هو المنظر الرحم هو يعني منظر الرحم هو عبارة عن آلة فيها طبعا عدسات والعدسة دي بتكبر وفيها ضوء بندخل بيها جوة تجويف الرحم من فتحة المهبل على عنق الرحم فبيدرس لي تجويف الرحم من كل النواحي وبيبين حاجات كثيرة جدا جدا في الرحم إذا منظر الرحم كان دوره في البداية في عالم النساء والولادة ما كانش دور واضح قوي لكن بدأ ياخد دور قوي وبقى نقدر نقول أنه هو ميلستون في علاج تأخر الإنجاب وعلشان كده اكتسب أهميته وحنتكلم في حاجات كثيرة جدا من دواعي لاستخدام منظر الرحم هل هناك حالات تحتاج إلى منظر الرحم ولا أي حالة عندها تأخر إنجاب بنعملها منظر الرحم لا أي حالة عندها تأخر إنجاب لا كنا الأول بنعمل أي حالة عندها تأخر إنجاب بنعمل منظر الرحم ولكن دلوقتي زي ما سيتك قلت في المقدمة أنه في عندي موجات صوتية وخصوصا الموجات الصوتية بدأت تب متقدمة ودرجة وضحها بقى عالي جدا فبقدر أشخص بيها لحمية في الرحم أشخص ورمدي فيه أشخص حاجز رحمية كل دي كلها بتتشخص بالموجات فوق الصوتية ولكن ده تشخيص يستوجب علاج طيب افرد وإحنا بنعمل منظر رحمي قبل ما نعمل الحق المجاري لقينا بطانة الرحم منظرها كويس جدا وليها منظر لازم يبقى موجودة ما نشوفه نتبسط قوي ونقول لا دي مش محتاجة منظر رحمي خالص يبقى بالتالي نسبة كبيرة من الناس ما بقتش محتاجة منظر رحمي فما بقاش روتين يستخدم قبل عمليات الحق المجاري ولكن ما زال له دور مهم ودور فعال في حالات الحق المجاري وخصوصا في حالات تكرار فشل الحق المجاري ازاي بيتم المنظر الرحمي؟ ازاي يا فندي؟ بيتم المنظر الرحمي؟ المنظر الرحمي ده بيتم عن طريق أول طبعا لازم تخديره تحت مقدر وعملية بسيطة جدا وبتروح في نفس اليوم منظر الرحمي ده بيتصل بجهاز إضاءة وبندخل سائل هذا السائل ممكن يبقى زي ما احنا شايفين كده ده إزالة ورم ديفي موجود في تجويف الرحم باستخدام منظر الرحم بما يسمى الريسيكتوسكوب ودي بالكتب الكهرباء يعني بنكوي ونشيل والكي ده مهم علشان بيكوي الأوعية الدموية فما بيحصلش نزف منها وبنشيل ونزيل ده كله بيدخل تحت ضغط معين من محلول الملح أو في سوائل أخرى أثناء إجراء العمليات بحيث أنها ما توصلش كهرباء أو الكهرباء نفسها تبقى بطريقة معينة إذا ودي لها أجهازة معينة اللي هي بنسميها يعني فيه بايبولر وفيه مونوبولر فده اللي بتستخدم فيه عمليات المنظر الرحمي وبندخل جوه تجويف الرحم وبنبان على شاشة قدامنا ونقدر نجري العمليات الجراحية المختلفة والتشخصات المختلفة اللي مش باينة بالموجات الصوتية بنعملها بالمنظر الرحمي زي ما احنا شايفين فيه الصورة كده قدامنا وفيه الفيديوهات اللي معروضة والعيانة بتروح وده إجراء بسيط جدا والعيانة بتروح في نفس اليوم على طول ممكن ساعتين تلاتة وتروح بلا مشاكل اطلاق ايه الوقت المناسب يعني قبل الدورة بعد الدورة هو يفضل بعد الدورة على طول مباشرة لا يفضل قبل الدورة الشهرية لاسباب ممكن ممكن الستة دي رايحة أساسا تتعالج علشان تأخر إنجاب ممكن بالصدفة تطلع حامل فهدخل بمنظر الرحمي هبوز الحامل ده فيفضل إجراء المنظر الرحمي بعد الدورة مباشرة وكمان الرحم قبل الدورة بيبقى محتقن بالدم لكن بعد الدورة مباشرة ما بيبقاش محتقن بالدم فبالتالي نسبة حدوث النازل والمشاكل من المنظر بتقل قوي قوي بعد الدورة الشهرية هل ستات كتير بيخافوا بالألم؟ لا ما هوش مؤلم لأنه ده إجراء بسيط بيتم وما فوش أي مشاكل إطلاقا وحتى لو ألام بسيطة ممكن مسكنات بسيطة بتعملها وتقدر هي تروح لوحدها حتى بعد إجراء منظر حتى لو شالت ورمليفي ممكن هي تروح لوحدها بعد ساعتين تلاتة ما فيش منه مشاكل إطلاقا بس بشرط أنه تبقى الإيد اللي بتشتغل إيد مدربة كويس قوي وعرفة الصفة التشرحية للرحم والصفة الباثولوجي اللي موجود إيه وتعمل إيه وإمتى توقف وإمتى تشتغل السؤال بقى المهم قوي أبحاث كثيرة في الفترة الأخيرة ربطت بين المنظر الرحمي وزيادة نسب نجاح الحقن المجاري أيها هنا بقى ده حاجة مهمة جدا 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 حنيجي نقول الفشل المتكرر للحقن المجاري الفشل المتكرر للحقن المجاري هو عبارة عن مرتين أو تلاتة عملنا فيهم حقن مجاري ونقلنا أجنة وأجنة من الدرجة الأولى ومع ذلك لم يحدث حمل يجب بلابد أن أنا أقف ودور على إيه الأسباب اللي ممكن تكون موجودة الأسباب حنبعد بعيدة عن المعمل وحنبعد عن الإيد الخبيرة اللي بتحط الأجنة وكده نبدأ ندور بقى قد تكون أسباب فيه الجنين نفسه الجنين ممكن يبقى شكله كويس ولكن فيه مشاكل مشاكل دي ما تظهرش بالشكل العام ولكن تظهر بتحليلات معينة ده دور الجنين أو الرحم نفسه نمسك الرحم ده قد يكون فيه مشكلة خلقية في الرحم زي حاجز رحمي والحاجز الرحم ده بيقلل من نسب حدوث الحمل وفي بعض الدراسات برضه بتقول ليس له تأثير بدليل أن احنا أحيانا نعمل قيصرية لوحدة علشان هو العيل نازل برجله نيجي نفتح نلاقي الست دي فيها حاجز رحمي وهي ما تعرفش وحبلت وولت ده رأي بعض الدكاترة ولكن معظم الأراء بتقول أنه الحاجز الرحمي لازم يتشال أحيانا يبقى فيه لحمية في الرحم اللحمية الرحمية دي نتيجة خلل في الهرمونات بتاعة المبيض اللي طلعها وتأثرها على بطانة الرحم واللحمية دي قد تكون لحمية واحدة وتزال بالطريقة زي ما شفنا في بداية الفيديو أو ممكن نقول عليها بولبوزس يعني لحميات كثيرة في تجويف الرحم زي ما هيبين لنا في الفيديو اللي احنا بنشوفه ده الورم اللي فيه وفيه فيديو تاني للحمية اللي موجودة واللحمية بتتشال كده زي الورم اللي فيه وممكن تتشال بمقص جراحي أو باستخدام الريسيكتوسكوب اللي احنا شايفينه اللي هو بالكي يعني طيب البولبوزس دي لو موجودة ممكن يبقى سبب من أسباب تكرار فشل الحقم المجاري طب دي هتبان بايه بالمنصر الرحمي في الحالة دي أقدر أشلها وأنا شايفها بعيني مش بالكحتة العادي لكن دي قدام عيني بشلها سواء كانت لحمية متفردة أو لحميات كثيرة بيق الرحم أحيانا ندخل نلاقي فيه التساقات في تجويف الرحم ودي ما هيش بينة إطلاقا بالموجات فوق الصوتية فندخل نلاقي الالتساقات وتكون الالتساقات دي هي سبب مهم في الفشل المتجر وبنشيل هذه الالتساقات بمقص تتأسأس كده من خلال منظر الرحم تحت عينينا أحيانا يبقى شكل الرحم مش عاجز رحمي لا شكل الرحم اللي بنسميه تي شاب ده عامل زي حرف تي ويبقى ديق بنوسعه بأص بطريقة معينة بحيث أنه تجويف الرحم يتسع وبالتالي ما يحصلش فشل في عمليات زرع الأجين أحيانا بقى يبقى موجود سبب مهم جدا جدا والسبب ده ما يبانش غير بمنظار الرحم ألا وهو الالتهابات المزمنة في بطانة الرحم الالتهابات المزمنة في بطانة الرحم لها شكل معين وتبان بيه بمنظار الرحم في الحالة دي بناخد عينة عشان نثبتها بناخد عينة من بطانة الرحم تحت المنظار ونحلل هذه العينة لو لقينا فيها خلايا معينة بنقول دي الالتهابات مزمنة ليه بقى الالتهابات المزمنة دي حتيجي ازاي ومش لازم تبين أعراض ولا حاجة هو بنلاقيها في تكرار فشل الحقل المجاري في نسبة لا بأس بها من الحالات الحالات دي احنا بنقول فيه التهاب في عنق الرحم أو التهاب في المهبد أدى إلى التهاب في عنق الرحم أدى إلى التهاب في تجويف الرحم اللي هو بطانة الرحم يعني حصل خلل في الوسط البكتيري الطبيعي لتجويف الرحم أدى إلى طغيان مكروب معين بين المكروبات عليها فأدى إلى الالتهابات المزمنة طيب هزي الالتهابات لما بنلاقيها بنعالجها بتتعالج باستخدام مضادات حيوية لفترة 14 يوم المضادات الحيوية دي بتجيب نتائج فيه أكتر من 60% من الحالات وممكن تتكرر بكورس تاني بنوصل إلى 100% من علاج هذه الحالات تبصتها السيدات دي لما تيجي تنقل لها تاني الأجنة حصل لها حمل يا بس انتها مهم جدا جدا في حالات تكرار فشل الحق المجاري الحاجة التانية إن أنا ممكن ألاقي بطانة رحم وهجرة بنزف في بطانة الرحم واضحة في المكان ما بين عضلة الرحم وبطانة الرحم دي تتعالج الأول ممكن ألاقي حاجة اسمها أدينومايوزيس تغدد رحم اللي هو تغدد رحمي ممكن أستخدم منزار الرحم في قفل الأنابيب في حالة وجود مياه أو ارتشاح بقناة فلوب والحالة دي حيصعب إن أنا أدخلها بالمنظر أو بفتحة بطانة في حاجات معينة بندخلها جوة تجويف الأنبوبة ما بين الرحم زي ما إحنا شايفين وما بين الأنبوبة بتقفل هذه الأنبوبة زي السدادة أيوة زي السدادة كده عمد زي بتاعت البلاك زي السمعة البلاك كده وتقفل تماماً فتمنع السائل إنه ينزل على الأجنة في الحالات اللي هما أنفيت فور السيرجير يعني اللي هما ماينفعش تعمل عمليات جراحية حتوبها مشاكلها أكتر فلما تتعمل من تحت بتجيب نتائج ممتازة إذا منظر الرحم دوره عظيم جداً ومتعاظم في حالات فشل الحق المجاري برضو كان طلع أبحاث كده وقالت إن احنا بنعمل خدش في تجويف الرحم الخدش ده بزود نسب حدوث الحمل قبل ما بننقل الأجنة في الدورة اللي قبلها وبعدين رجعت الأبحاث دي في أبحاث قالت مالوش فايدة طيب لما تبع حالة فيها تكرار فشل الحق المجاري وعمل الخدش ده بزود نسب حدوث الحمل إذا منظر الرحم بقى آلة مهمة جداً جداً فيه وتعاظم دورها فيه علاج تأخر الإنجاب وفيه زيادة نسب حدوث الحمل في حالات الحق المجاري مهم جداً جداً نحن نعرف إذن يبدو أن منظر الرحمي له دور رائع ومهم للغاية إذا تم توظيفه بدرقة في الموقع والمكان الذي يحتاجه لمنظر الرحمي هنا النتائج هتبقى رائعة سواء نتائج في التشخيص أو نتائج حتى في العلاج لمنظر الرحمي دي ما فهمنا من كلام أنه ليس فقط أداة تشخيصية ولكنه أيضاً أداة علاجية نورت وشرفت يا فندي نورك يا فندي منظر خليت يا دكتر الاستماع إلى محاضرتك القيمة المتخصصة نورت الدكتور بشكل كبير جداً الرائد القدير والاسم الكبير والسنس دكتور عبدالعطيف أحمد سويلم استشاريه الدكتوراه النساء والتوجيد والحق المجاري وتأخر الإنجاب دبلومة أفال الأنابيب والحق المجاري من بلجيكا وجراحات المناظير من جامعة كلب ألمانيا ودبلومة الموجات الصوتية من جامعة زغرب ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لمراكز نور الحياة للخصوبة وتأخر الإنجاب الاسم الحريق نورت الدكتور أهلاً بكم الحقيقة أنا متردد في أن الفيديو ده يعني كنت أعرضه ولا لا بس زي ما بيقولوا ربما لما نعرضه نفاهم الناس حاجة في المنتهى الأهمية دول مجنين ده جنون والتصرفات كتيرة يعني ممكن قوي المسألة توصل لكاسر الفقرات العنقية وموت مش ما وشلل شلل موت انزلاق ظروف في مدى الحياة يعني بقى أكيوت وخطير ومخيف جداً طبعاً إحنا تصرفاتنا اللي فيها تهور بقت كتيرة جداً وبقت مخيفة جداً ده جزء منها فيه تصرفات تانية أخطر من كده بكتير الموتسيكلات مثلاً طبعاً فيه أقل بقى اللي هي الجلسات الغلط الأعداء الغلط الوزن الزيادة التحرك الغلط الشيل الغلط إحنا بنامي لعجات كتيرة في ظهرنا غلط وده بيسبب ألام في الظهر أنا شايف أنه ألام الظهر بقت حاجة منتشرة جداً لدرجة أني عايز أقول لكم جملة قد أكون مخطئ أو مصيب فيها باستنى بي الشعب المصري كله وربما الشعب العربي كله تقريباً في أوقات معانة في العمر بيعاني من ألام في الظهر كله أنا بكلم على 100% من الناس 100% من الناس يجي في وقت ملاباتي لك ظهري بيوجعني كنت بلعب رياضة وبطلت كنت رفيع وتخنت كنت بتمشى وبعمل مجهود وخلاص كسلت فظهري بقى فيه مشكلة ألام الظهر شيء مشهور جداً وموجود بشكل عنيف وللأسف هنفهم النهاردة إزاي نتعامل معاها والأخطاء الشائعة كمان في التعامل معاها النهاردة ضيفي العزيز اسم متميز للغاية واسم علمي راقي جداً هتستمتعه بحوار علمي من أرقم يكون مع واحد من نجوم عالم علاج ألام العمود الفقري واحد من الأسماء البرزة في المجلدة اللي بيبدأ دايماً في حواره وبستمتع بالحوار العلمي معه ضيفي العزيز الأساس الدكتور عمر سعيد استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل وعضو الجمعية الأبريكية للطب التجديدي عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن وعضو الجمعية الأوروبية للسنار الحركي صاحب زمانة المحهد العالمي لعلاج الألم والمدير لمراكز بينكيور لعلاج الألم أهلا بك يا دكتور عمر أهلا أنت اتربت لما شفت الفيديو أنا تخضيت منظر وبعدين أصلا يعني قريب كان عندنا حالة زي كده عملنا لها فكسيشن فعلاً منظر رهيب وكسر في مكان يعني مثلاً في الحاجة اسمها بارز عارف حيك اللي هي بنقول عليها عشان السادة المسعادين زراع الفقرة آه وده يعني حاجة بيسبب ألم سخيف جداً الناس بتعمل أخطاء بتسبب في الألم صح؟ آه لأسف عشان نركب ترند وحاجة في منتظة سخيفة حاجة لكن طبعاً يعني احنا ندور حضرتك ودور برامج برنامج حقيقي نهو التوعية أنه ده هو شيء خطير جداً يعني لازم الناس تعرف أن المشكلة اللي ممكن تنتج عنه أكبر بكتير قوي من مجرد أن احنا نحضر أو ناخد ترند على التكتوك أو 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 لكن في غرفتات كتير الجيل ده بيقع فيها أو بمعنى الصح كمان المواطن العربي واللاتيني على فكرة بيعملها تؤدي إلى مشاكل في الهابوط الفقر لحقيقة البوزيشن الخاطئ في الأعداد الفترات طويلة ودي بنشوفها كتير ويمكن كمان فيها أنا سأقول له حقيقة أن من ضمن الحاجات اللي بنشوفها برضو ألم الموبايل كان زمان بنقول عليه ألم الكتاب تكتوك بين ده من أشهر الحاجات بيجي في الفقرات العبقية بيبقى من قطر ما احنا بقى الأيام دي بنبعدين في هذا الاتجاه مسكين الموبايل بهذا الشكل ده بيسبب أن وزن الجمجمة وزن أكبر بكتير على الفقرات تقريبا بيوصل لست أضعاف الوزن ده وده بيبقى حمل على الأربطة والعضلات ومفاصل جار فقرات اللي هو بيسبب ألم مزمن ألم مزمنة وألم حاجة برضو ممكن توصل أن يعمل إنزالات جضروفية ممكن توصل أن هو يضغط على العصب الخارج من المسارات بتاعته ويسبب لي ألم مزمنة تصل إلى حد أن العين مش عارف يتحرك وبيجينا كتير الناس بهذا الشكل وبنشوفهم ويكون السبب الرئيسي خاصة الشباب هو ألم الموبايل بلناس بديت أنا بدخل مثلا النادي بلعب كرة فيه وأنا داخل الشباب طالع اللي بلعب في حاجة بلعب بوكسو اللي بلعب كرة قابلينا وابتاع فهم خارجين المفروض إحنا بقولوا سلامه عليكم ما فيش ولا واحد من اللي خارجين ببص لإيه شيء بصصلي في الوش يعني كلهم بصين في الموبايل أو الله وطلعين على السلالم بصين في الموبايل لاحظت إن الجيل ده أنا بقولك مثلا بابونا داخل وطلع 20 إنسان أو 30 إنسان طلعين كلهم 30 بصين في الموبايل من أول السلم الطويل جدا لغاية آخر السلم بطريقة يعني تخلييني يقول إن الجيل ده في خطر خطر يحصل تحده خطر إن الوزيشن الخاطئ دوت يخليك في بعض فترات بيحصل زي ما حاك عارف إزبازم وهكذا تعود عليه وده خطر جدا غير بس الألام الشكل نفسه هيتغير على فترات قطو الشكل هيتغير يعني عايز أقول حاكة كمان برضو من ضمن الأخطاء اللي هو الشباب برضو بيقلع فيه إن هو ممارسة الخاطئة في الجيم أو يروح أنا رايح عايز أعمل عضلات ودخل يشيل وزن مش وزنه وهو مش مسموح به يتمرن بطريقة خاطئة يجينا شاب شفت 15 سنة وشفت 16 سنة هو جاي عنده انزلاق قدروفي وأعراض الانزلاق القدروفي درجاته زي ما حاك عارف يعني والسادة مشاهدين تبقى درجات فده برضو من ضمن الأخطار يعني هذا الشاب لو يقل في فترة ما نقدرش نتعامل مع تدخليا ممكن هيبقى فيه هو الحل الجراحي اللي هو اللي ممكن هيخليه طول حياته هو بيتحرك في حدود وتحرك بأسلوب علشان خاطر في حاجات في حاجة حصلت عكس عكس الطبيعي بتاعه السؤال اللي هدلوقتي بفكر فيه السؤال غريب أول مرة سأله بس السؤال هو أخطر أخطر أنواع ألام العمود الفقري و كلمة أخطر دي كلمة برضو المشاهد لما يسمعنا وإحنا بنسألها هيقعد يفكر هو دلوقتي الدكتور عمر هيكلم على أخطر من ناحية إيه من ناحية السيفيريتي ولا من ناحية شدة الألم ولا من ناحية هيحصل بعد جدا من ناحية المعرفة في دكتور أيمن بيجيجي المريد عنده ثقافة خاطئة أنه هو أنا عندي ألم انزله قدروفي اللي هو وتحاول تقنعه أن ده الألم ده ممكن غير الفكر في أسباب كتير الألم دي قدت معايا أن المريد ده عمل عملية مش لازم مش لازم ما كانش ضروري أنه يعملها سببت معايا التساقات وضروفية وأصبح ده هو السبب رقم واحد أو أكتر الحاجات أو أكتر المرضى اللي بشوفهم علشان كده أنا بعتبر أن الثقافة الخاطئة دي هي اللي قدت أن المريد ده راح عمل عملية بلا داعي سببت له ألام ما بعد العمليات الجراحية اللي هي بنشوفها كتير بقى في العيادة عليان هعمل نسبة كبيرة أقول لحك أنا عندي عشر عيانين منهم سبعة عاملين عمليات جراحية عندهم ألام ما بعد العمليات جراحية ودي خطورة عايزين نوعي الناس أن في نقطة لازم نفهمها أنه للأسف مش الطبيب هو اللي خطئ أو السادة زمانتنا الجراحين جاي بيشتكي يقول لأنا عندي نزلاء غضروفي ولازم أعمل عملية نشوفها كتير جدا وعلى فكرة دي حاجة يعني مثلا زي ما بيقوله حديث المدينة فيه الأروقة اللي عمده الفقر الفطر الطويل اللي هو الرانين اللي مكتوب فيه نزلاء غضروفي والمريض اللي يشكي من مشاكل نزلاء غضروفي وبيجي يقول أنا عايز أعمل عملية وجوجل يقول يدخل بيعمل ترجمة يقول لأنا جاي ودي الأسف بنقض فترة كبيرة عشان أقنع فيه مريض فعلا يحتاج فيه مريض ما يحتاجش بالضبط دي نقطة مهمة جدا لأنه هو ممكن يكون الألم نفسه جاي من الغضروف نفسه الغضروف نفسه يكون مسبب ألم ودي زي ما قلت حاكة لها أسبابها ممكن يكون يحصل انزلاء غضروفي ضغط على العصب فالعصب يلتأم طيب ممكن مدت نواة الغضروف دي نفسها تقط يعني تعمل زي الأنيولاس الجزء اللي هو الخارجي دو تضغط عليه فيبقى بروسه حتى الانزلاء غضروفي هنا دي درجات درجة أولى درجة تانية درجة تالتة درجة ربعة خروج المادة النيوكلاس دي او الهياد المادة الهاردة السقس للصلبة خرجت إلى القناة العصبية سببت حرق للعصب في الحالة دي احنا هيبقى صعب للتعامل معاها بدون تدخل جراحي نحن في الحالة دي لأ احنا ممكن العيان هنا هيحتاج يعمل منزار يحتاج يعمل جراح حسب درجة الإصابة للعصب احنا الأهم في ألام العمود الفقري هو العصب العصب لا يحصلش سقوط قدم وان احنا ما نفقدش الإحساس والتحكم في الإخراج ده مهم جدا بالتالي العيان والدرجة دي ما ينفعش ان احنا الانتظار فيها يعني في حاجات كده أنا بيجي المريد يقول يعني عني ده بالتقييم لا ده لازم يدخل يعمل سواء كان هيعمل تدخل أو هيعمل لا هينفع معا جراحة مجلسكوبية ويبقى التعاون ما بيننا وبين سميلنا الجراحين في هذا الأمر لكن في درجات درجات ممكن في الأول خالص لو أنا تدخلت فيها أقدر أحلها بدون جراح بتدخل محدود أن أنا أعمل سواء كان ان احنا الجزء ده سواء كان حقن لجزول الأعصاب أو حقن لغضروف نفسه أو تردد أو حوالي 12 طريقة نقدر نعالج بها ألام العمود الفقري بدون جراحة من المهم أننا نحن نتحرك في الوقت المناسب بالضبط الاختيار والتداخل المصبوط طبعا من ضمن أسباب ألام العمود الفقري هي تقدم في العمر بيحصل لنا حاجة اسمها تضخم في الأربطة والمفاصد جاري فقرات فيعمل لي حاجة اسمها ديق للقناة العصبية ودي بنشوفها كتير جدا تضيق في القناة العصبية يضغط على زي ما قلت حاجة كده اللي بيشتكي معناه هنا هو العصب بالتالي المريض دولة بيبقى صعب برضو حالة صحية ليهم لا تسمح بإجراء عملية فيه أستيبروزيس فيه مثلا هشاشة في العظم وفيه مثلا مشكلة صحية ضغط سكر عندنا مشاكل فهم مش هنقدر نستحمل فترات طويلة من التغدير هبتالي فيه خطورة في إجراء إجراءها أو 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 المرضى دولة ليهم حل بدون إجراءها أو إجراءها حتى لو كان تزحزوا حفقاري فإحنا ممكن نعمل تداخل محدود ليهم نقدر نعالج بيه ألام العمودر الفقري بهذا الشكل بتداخل بمخدر موضعي هقدر عالج المريض دوت بدون جرح عايز أسألك بقى على التشخيص كيف نشخص هذه الاحتمالات كلها لأن إحنا الحقيقة أنت دايما بستمتع بالشرح بتاعك في أنك بتحط كل الاحتمالات في نفس التوقيت قدامنا في نفس كل مرة يعني دايما دلوقتي اللي بيشوفنا بشايف كل حاجة في نفس التوقيت سواء كانت انزلت غضروفي أو التهابات أو تزحز وفقاري أو مشاكل في ديق القناة العصبية أو مجرد تضخم في الأربطة أو في العضلات أو في مفاصل بزهر فإحنا هو ده الاسكوب اللي احنا بنبص به عشان كده بيبقى دايما عندنا في المركز بيبقى فيه تعاون عندنا جروب بيشوف المريض ده بنفحص المريض بنشوف حالته الصحية طبعا الأشعات ده من ضمن الحاجات اللي لازم تتفحص وزي ما حكنا ويهت وقلت مش لازم الأشعة تقول أن فيه انزلاق يبقى عندي انزلاق وده نقطة مهمة فيه أعراض الانزلاق دي أهم أن أنا أشوف المريض وأفحصه وأشوف مصدر الألم فيه لأن مصدر الألم ده هو اللي أنا لازم أوجه له العلاج مش عندنا فيه حزام قطة حيك ده فيه حلول كتير ومش شرط الحل اللي يناسب مريض يناسب آخر أو أن المريض يقول لي لأ أنا فلان عمل كذا فأنا عايز أعمل لأ طبعا إحنا فيه حلول تانية لازم أشخص المريض أشوفه عنده إيه فحص الأشعة بتاعته إن أنا أحط الفحص الكلينيكي ليه لبعض التمارين اللي المريض بيعملها فيبتدي أحطه على تشخيص سليم وبعد كذا أحدد معاه بروتوكول العلاجي المناسب ليه إيه الجديد في علاج ألام عمود الفقر دايما بنتظر منك السؤال ده فيه حاجات إحنا برضو الطب التجديدي أوجد لها حل حدرتك على أكتر من التقنية بالنسبة ليه ألام العضلات والأربطة وخشونة المفاصل جار فقرط أو خشونة المفصل العجزي دي نقدر نعليجها باستخدام تقنية علاج الطب التجديدي اللي هي حقن مواد زي البرولو سيرابي زي الجروس فاكتور عوامل النمو زي التردد الحراري في الألام المسمنة زي حاجات زي مثلا حقن جزول الأعصاب كل دي حاجات ممكن نعملها سواء كان بالألتراسونيك أو بتحت جهاز الفلورسكوب الأشعة التداخلية ده في قضة عمليات آه طبعا في قضة أسطرة آه بالضبط كده قضة معقمة معقمة تحت المكان أنا بتعقم الأول المريض بيتعقم بندخل بإبرة دقيقة جدا عن طريب طبعا بعد ما بنده مخدر موضعي دي العدسة اللي احنا شايفينها الفلورسكوب وبندخل على المكان اللي هنا بالمناسبة المريض ده 67 سنة يعاني من سكر وعنده ضغط عالي وعنده تزحزح فقاري ومسبب له ألام تشبه ألام عرق النساء وطبعا عنده مثلا من ضمن شاكويته حقيقة أنه يجي يقول لك يقول لحقيقة أنا كل ما أتحرك 50 متر يحصل للألم أضطر لازم أروح وعط لأن الألم بيبقى تنميل وحرقان فما يقدرش يكمل أو هو وقف برضو نفسه حين عملنا هنا توسيع للقناة العصبية وكذلك تردد حراري على الأعصاب وتردد حراري على المفاصل جارفة قراطة وليه تردد حراري تردد حراري هنا مستخدمه كوسيلة علاجية بدل الحقن أنه مريض ده مريض سكر مينفعش أستخدم معاه كورتزون وفبالتالي في موآد أخرى أقدر أستخدم بيها زي حقن برورو سيرابي زي حقن الكروس فاكتور اللي ممكن أخذها من المريض فبالتالي تديني نتيجة علاجية والتردد الحراري نفسه هنا تردد حراري تحفيزي باستخدم فيه هنا احنا بنعمل توسيع للقناة العصبية والحقن للكودة لعشان خاطر أوسع بدي بحق المواد زي الصلاين هو المحلول الملحي ومادة اسمها الهياليز وبعمل هنا ده جهاز الأكسوجين النشط هنا بناخد الأكسوجين النشط عن طريق بيدخل على جهاز أخذ منه الأكسوجين النشط ده بيديني 200 مرة قوة الكورتزون بدون أي أثار جانبية والحاجات ويبعد كده بنحن العضلات والأربطة كل ده المريض بيش حاسب حاجة المريض صاحي معايا بستجاوب معايا بيخدر موضعي والطريقة بتاعتنا يعني شان حتى الناس لا تخاف منها آمنة ملهاش أي أثار جانبية ولا ليها يعني خدنا حوالي تقريبا في التداخل ده حوالي 30 ديئة وإذا المريض ده كان محتاج إلى الجراحة بيتحول إلى الجراحة طبعا حالي أنا دايما أنا دايما بقول للمريض بتاعنا إحنا إحنا مش بديل الجراحة أنا عندي حلول أنا في المنطقة اللي هي أنا الأول لو بيجي المرضى بتستغرب أنا بكتبلهم علاج وأحولهم إلى العلاج الطبيعي الأول إنه ده الخطوة الأولى ده رقم واحد تلين واللي من حقه نفيه 60% من المرضى ممكن يستجيب للعلاج أنا كنت في سهاج في زيارة الفاتفة هناك أنا بحبهم بصراحة وجايين الصعيد الممار آه كاتب كان راح لدو كل حد يعني من الزمل قال له هتعمل عملية جراحية أنا فشفت بتاعه تقول لأ إحنا نمشي على علاجه وكتبته له وقلنا فهو جاي فرحان جدا أنا مستراح أنا الحمد لله أنا خفيت فالعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي جزء أساسي من العلاج ثم ييجي دورنا لو فشل ده نقدر إحنا ندخل بالتداخلات المحدودة اللي هي برضو حاجات كتير حسب تشخيص المريض اللي خطوة من خطوات العلاجية عشان نحصل على نتيجة إيجابية للمريض طيب لو حصل في بعض الناس نجيب إحنا لتشخيصهم ما ينفعش نعمل معهم تداخل ولا يصلح للتداخل فالأولى اللي أنا أقول لا أنت حاك هتحول إلى زميلي الجراح يعني بالعملية ويشوفه نقدرأيه ونشوف الأمور هي ثلاث أدوار يا جماعة ثلاث أدوار مبنى مكون مع تطبي بتكون من ثلاث أدوار دور الأول هو العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي مثلا دور الثاني هو العلاج التداخلي والتجديدي خلي بلكم التجديدي ده مش جديدي لا تجديدي ده regenerative medicine regenerative يعني بيعيد بناء الأنسجة مرة أخرى وكل دور دور الثلاثة هو الجراح جراحة كل دور إن أنا بالبلد كده لو أنا رايح دور الأولاني بتاع الأستاذ فلان والتور الثلاثة ما ينفعش أدخل دور مش بتاعه وإلا هعتبروني حرامي يعني لو دخلت بجل مجد لو الحالة بتاعتي مناسبها مثلا علاج ده جديدي وعملت لها جراحة ده أنا كده غلط ولو أنا محتاج علاج دوائي وعملت له جراحة دي نصيبة والعكس برضو لو أنا محتاج جراحة وقعدت علاج الدواء مش صح وهكذا المناسبة برضو حيك إن ده كله بيقضع في أسابيع الموضوع مش صعب يعني إحنا مثلا عندنا في حاجة اسمها ريد خطوط حمر ريد فلاج آه ريد فلاج لازم أعب عيننا عليها وبقول للمريد كده نهنمشي على الألاج والدوائي وهنشوف ونقيم لو حصل حاجة من اتنين لألمزات جدا أو في حصل حاجة مشكلة بلأ بلازم تزورنا مرة تانية وبسرعة ما تستناش إن يفوت عليك إلى بعد كده ألم مزمن يا صعب عليك الحقيقة الحوار معك ممتع إلى أقصى درجة ودايما زي ما بقول الميزة في الحوار معك إنك بتضع كل الاحتمالات في نفس التوقيت أمام المستمع أو المشاهد بشكل مميز جدا لدرجة إن ممكن أربعة أو خمسة مرضى بمختلف الأسباب أو بمختلف الأشكال يبقوا قاعدين كأنهم قاعدين قدامنا بيتشخصوا وأساليبهم العلاجات بتتوزع عليهم بشكل فيه من المهارة والحرفية شيء رائع جدا فأنت نورت وأسعتني فهذا الحوار كعادتك شكرا دكتور أيمان لحوارك شكرا لسنة ضيف العزيزة الخامة العلمية المتميزة لأستوز الدكتور عمر سعيد استشاري علاج ألام العمود الفقري والمفاصل وعضو جمعية أمريكية للطب التجديدي عضو جمعية بصرية للعلاج الألم المزمن وعضو جمعية الأوروبية للسنار الحركي خليكوا دايما بعض دكتور وحدة من الرسائل اللي بيتلقاها باهتمام بريد برنامجنا رسالة لأحد المشاهدين من دولة خليجية بيحكي عن تجربته في فشل متكرر في إنقاص وزنه بالرجيم للزيادة المفرطة في الوزن بيقول إنه لأ أمله الوحيد في التخلص من الوزن الزائد بإحدى جراحات السمنة اللي اختر لها واحد من أكبر الأطباء في دولة شقيقة لكن مع الأسف لم تحقق الجراحة الهدف المرجو منها حسب صاحب الرسالة لأسباب مشتركة بين الطبيب والحالة لعدم اختيار الجراحة الأنسب لحالته وعدم التزامه الكامل بتعليمات ما بعد الجراحة اللي بيقول إنها لم تكن شديدة الوضوح بالنسباله أما الهدف الرئيسي من الرسالة هو طلب تسليط الضوء على أهم العوامل اللي تضمن نجاح عملية إصلاح براحة السمنة الفشلة حتى لا تتكرر المشكلة لا قدر الله أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم محاربتنا للسمنة طبعا مع قيمة علمية كبيرة في عالم جراحة السمنة أنا عايزكم تبصوا دايما إن الأكل نظرة يعني أقول إيه حذر نظرة تخاوف من الأكل تقول لي لي أخاف من الأكل يعني لا يا باشا طب إلا سبحانه تعالى وقالوا أكلوا واشربوا ولا تسرفوا كل واشرب لكن تبقى للتعليم ربنا ربنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام فإن كان ولا بد فسلس لطعامي وسلس لشرابي وسلس لنافسي يوم بحضرتك ما تقول شيء اللي أكتر من مش بقى مش التلت دا أنت دا أنت روحت لبعيد قوي دا أنت بتروح لبعيد لدرجة أن أنت بتوسع معدتك في ناس بتتعامل مع الأكل بعملة خاطئة للغاية للغاية هحكي لكم قصة أو قصة أحب القصص جدا قصة أندي ماتشل أندي ماتشل دي بنت من أشهر الناس اللي خسروا وزنهم في العالم بعد جراحة سن تحولت وزنها كان 121 كيلو خست 60 كيلو شوف الفرق وهي قصة دا نلبس نفس الطق نفس الشكل شوف الفرقات في الابتسامة بص للوش الأول بص للوش الأول بص لشكل السن دي شابة العشمال ولسه في طريقها يعني هي ما خستش بقت بيرفكت قوي لكن شوف الفرق عامل إزاي ديفت سميس دا خسر رقم كبير جدا ديفت سميس دا دا مرعب بقى خلينا نشوف صورة ديفت سميس بس الأول عشان نتخيل واحد كان 386 كيلو خسر بعد جراحات سمنة لغاية لما بقى 181 كيلو من 300 دا بقى الأرقام اللي احنا أكيد النهاردة مع ضيف العزيز هنبدأ نتكلم عنها احنا نتكلم على أرقام مزعجة أرقام كبيرة 386 كيلو دي مربد دي بقى السمنة مش المفرطة دي شديدة الإفراط دي بقى الأوزان اللي بتبقى بيهدوا عليها البيت تخيلوا إن دا هو دا مستحيل حد يتخيل دا مستحيل حد يتخيل دا بس في جراحات سمنة ممكن يحصل هذه المعجزة ما ينفعش دا تعمل له غير جراحة سمنة وعلى درجات بقى هنبدأ الأول بإيه وبتاع نسأل ضيف العزيز في هذه المنطقة الهمة جدا أكيد أنا متشوق للحوار مع ضيفي واحد من يعني اللي بستنتع بالحوار معهم بيرفع مستوى الحوار إلى أرقة تركة ممكنة من طرح العلمي بندخل في ساعات في حوارنا إلى مناطق الجراحية فعشان كده الجراحين الشباب هيستفيدوا جدا من هذه اللقاءات مع ضيفي العلمي ضيفي صاحب القيمة العلمية الكبيرة على أساس دكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة والمناظير بكلية الطب هي جامعة عن شمس المدير واحدة جراحات سمنة ومساعد شواء دينير وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلتر عضو وكلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف دولة دولي جودة دولي في جراحات السمنة الاس ارسي أهلا بيك يا طبس يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا من حالاتك شبه الحالات دي شبه الناس الرجل الأخير اللي هو ديفيد سميس اه حقيقي طبعا احنا انا بس كنت عايز على على الاتنين اللي هما السيادة اللي خصت وزنها والراجل ده عنا عندنا حالة مش شبهة يمكن احنا عرضناها أساس محمد الزوبي من بورس عيد كان 300 و30 كيلو حيبقى قريب من أخوه لا ده نازل لحد 130 كيلو بعد يمكن سنتين ونص وبعد أربع سنين عملنا له تحول المصدر معدوم صغر عشان كان عايز يوصل كلام كتير طبعا احنا احنا ازاي نوصل من ده لده يعني هو ده محتاج طبعا يعني مجهود جراحي انت تعمل عملية مش لازم تعمل عملية قوية انت ممكن تعمل عملية تكميم وتنزلك 200 كيلو على الأقل زي ما حصل مع محمد لان محمد طبعا انت عارف كان عنده احنا عرضناها بل كده كان عنده الفانتيزيز في جدار البطن وكان جدار البطن سميك يعني انت لو عندك مش لازم تعمل بتحول مصاري يعني في الأول كمرحلة اقول ان صعوبة في البنج صعوبة في المنزار الامان بالنسبة لك ستيجنج تعملية سليف 200 كيلو حتى وصلت 150 كيلو عشان كده ما قلت على مراحل تعمل بقى المرحلة التانية بعد سنتين ثلاثة يعني حاجة اامان بالنسبة لك وحاجة موفقة النمر التانية الوزن الكبير محتاج طبعا يعني مراكز على أعلى قدرة جراحية اوه يعني لان ده ده يعتبر طبعا وزن صعب شوية في ان انت هي مش مجرد عملية الوزن ده معرض لي مشاكل قد تكون تغديرية محتاج حتى تغدير مصح صح دكتور تغدير عنده خبرة علمية جامدة في مكان آمن يسمح له باستخدام التكنولوجيا اللي هو يقدر يعني لو تزنق في قنبوبة يعرف يستخدم جهاز يركبها يستخدم أدويت بنج متناسبة مع الأوزان الكبيرة ادوية متطورة يعني حديثة يقدر استخدمها عنده علم انها استخدمها عنده علم انها موجودة يعني دي مهم جدا النمر اللي بعد كده انه التجهيز ما قبل العملية او ما بعد العملية عشان طبعا واحد زي ده ربما يبقى عنده فرصة للتجلط اكتر من غيره قتل الجسم في السماء وما تعرفش ده يعني قلة حركة ووزن كبير وربما يكون مدخن ويمكن عنده مشاكل تانية عنده عرضة للإصابة بالجلطات محتاج تبدأ من قبل العملية مضادات للتجلطات ما بعد العملية محتاج تكمل لمدة شهر كامل على أدوية مضادة للتجلطات اللي دي في منطقة الخطورة ومش معنى ان انت عملت عملية فانت يعني نجحته والحمد لله كويس ويمكن بيحصل انه وزن كبير يعني العملية وفي الساعة يبقى مشكلته في التجلطات المنظومة لازم تكمل يعني ده ما يتعملش في مكان صغير ده محتاج مستشفى محترمة يعني أقصد محترمة طبيا كل مستشفى محترمة طبعا أنا معصدش لا مستشفى عندها إمكانيات إمكانياتها الطبية على أعلى جودة طبية أقصد لأنه الأماكن اللي هي قدرتها الجراحية قليلة ما تستقبلش الحالة دي يعني أنا بقول لهم يمتنعوا لأنه هيدور العيان مش هيفيدوا والله ما هيفيدوا لأنه ده محتاج مكان آمن مجهز على أعلى مستوى بحيث يخرج به للأمان طبعا الأوزان الثانية تعتبر أسهل طبعا زي السيدة اللي حك يمكن أعرضتها في الأول دي حالة سهلة ما فيهش مشكلة بس أنصحهم برضو أن السيدات اللي هم زيها أو يمكن في نفس وزنها اللي هو 150 كيلو 160 كيلو أو 200 كيلو يعني حاجات اللي هي تعتبر مش 300 يعني و400 دول أنصحهم أنه عشان توصل للجسم ده محتاجة مجهود محتاجة جيم محتاجة رياضة محتاجة متابعة محتاجة أن هي تخس لو خاصة تخس خسام طبي يعني هي عشان تخس من الوزن ده للوزن ده سنها صغير جلدها سليم عندها قدرة للرياضة لازم تمارس رياضة وخصوصا في الست الشهور الأولى يعتبر أن ده معسكر انقاس وزن محتاج أنت عملت عملية يعني مميزة وكويسة وربنا أكرمك عملت العملية خلص محتاجين بقى رياضة عشان نشد الجلد بتاعنا العضلات نحافظ على أن هي تبقى موجودة طول الوقت ما تضمرش ما تخسش خسان يعمل تآكل في العضلات أو يخسس وضع العضلات بتاعتك فمحتاجة يعني متابعة اللي عند وزن زيادة لازم يجتهد أول ست شهور كما يجب من المتابعات ويكون معاه فريق برضو جراحي على دراية كافية بأنه يدي له التعليمات اللي هي المزبوطة اللي هي تنزله نزول وزن صحي سليم عشان يوصل لكلام نقطة بقى تانية عايزة أقولها عشان الناس بس ما تفاجئش بأنه بيحصل تراهلات ما بعد العملية الأوزان الضخمة الكبيرة فوق المتين وثلتمائة كيلو أنت لما تنزل ما ستبقى ميت كيلو ولا مية وعشرة كيلو أو تسعين كيلو في متوسط الناس اللي هي أوزانها كبيرة هينزل وزن كبير أكتر من المتين أكتر من المتين كيلو فقدان وزن الجلد يعني مهما تعمل رياضة وتكتايت فيها هيبقى فيه شوية تراهلات ما تزعلش يعني أنا مش عايز الناس تزعل أن حصل عنده شوية تراهل في الجلد وده متوقع يعني أنت الرياضة تخفف بقى التراهلات اللي عندك لما تنزلت وزن كبير جدا فشوية الجلد زيدين اللي هم يعني بقوا بعد إنقاص الوزن متوقع جدا يعني أنت زعلان ليه ده وضع عادي ما فيش شوية مشكلة تنسيق القوام أو أنه نعمل إعادة تنسيق للجلد مرة تانية ما بعد إنقاص الوزن سهل جدا يعني ده شغل يعني احترافي بسيط بعد سنة السيدات برضو أحيانا بيبقى عندهم شوية تراهلات وخصوصا في منطقة البطن وخصوصا في الناس اللي عاملة قيصريات سابقة ما قبل جراحة إنقاص الوزن قبل التكميم وقبل التحويل بينزل وزن كمية كبيرة وبتلاقي عضلات البطن يعني طبعا ضعيفة وبعد الولادات المتكرعة بقى فيه شوية تراهل في منطقة البطن اعمل الرياضة على قد ما تقدري قلل التراهل في الأماكن الأخرى لكن منطقة البطن أحيانا في معظم الناس بتحتاج برضو لتنسيق طيب أنا بقى ست فوق الستين سنة مش عايز أعمل شد بطن خلص يعني الأمور بتبقى مقبولة يعني ما فيش مشكلة السن بقى اللي هو من تلاتين إلى أربعين خلال أمسين يعني القصد اللي عايز يعمل تنسيق قوام ده ده يعني حاجة متوقعة وحاجة مقبولة جدا في الناس اللي هم عاملين قيصريات سابقة طيب السيدات برضو اللي ممكن يحصل لهم طرحوا للسن كبير ووزن كبير وهينزل وزن كتير من وزنه لأنه عايز يوصل الوزن المثالي فطبعا الفرق ما بين الوزن المثالي ووزنه اللي هو لداخل بيه العمليات وقد يتعدل 100 كيلو أو أكتر فبتلاقي طبعا فيه شوية تراول في الجلد ما نزعلش وخصوصا بيحصل فيه شوية تراول أحيانا في مطل الدرعات في البطن الفخدين السادي أحيانا بمحتاج إعادة بناء دي فاكت دي حقائق لازم تكون موجودة في الأوزان الضخمة الناس برضو اللي وزنهم بقى اللي هو 120 كيلو 130 كيلو أبطه 150 كيلو سنه صغير عنده قدرة على الرياضة إن شاء الله مش يحصل لك تراهل وإن حصل يبقى حاجة بسيطة جدا 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 ليه يعني احنا بنقول كده الكتلة العضلية بتاعتك كويسة بقى صغيرة لسه في مقتبل العمر اللي انت يعني وفاصلك سليمة تقدر تتمرس الرياضة عند القدرة على إن انت تتابعي نظام رياضي منتظم يحافظ على العضلات الجلد سليم إحنا سننا صغير جلدنا سليم إحنا شباب مش يعني مقبول فيكو إنه يحصل تراهل في الجلد ولو حصل يبقى حاجة بسيطة جدا غير ملحوظة للآخرين فأنا أنصح كل الناس اللي وزنهم يعني تحت الـ 140-130 اللي سنهم صغير اللي جلدهم سليم يمارس رياضة بعد إنقاص الوزن بعد عملية تكميم أو تحويل مصار عشان تحافظ على التوم بتاع الجلد تحافظ على العضلة بحسن يبقى جلدك مجدود سليم أنا يمكن شفت بنت أمريكية كانت جاءت عملت عندنا العملية ورجعت بعد ثلاث سنين بوالدتها جلدها سليم جدا ما عندهاش أي مشاكل في الجلد يتمارس ني نظام يمكن عرضناها قبل كده أو الإعداد قدمها قبل كده طبعا دي شوية موارسة رياضة دي قصة حقية حصلت من خلال ثلاث سنين من إنقاص مختلف مختلف الرياضة ده مهم عندي كم حالة وكم قصة عنوانهم الأساسي لماذا؟ لماذا فعلا لأنه في منها حاجات تبدو لغزية شوية أولها عيان عنده خمسة وخمسين سنة باعت بيعترف بقول أنا مدمن حلويات وعلى فكرة الحلويات دي زي المخدرات كده في درجات إدمان منها عنيفة يعني صحيح قصة الحلوات الشرقية أنا ما شفتش حد مدمن حلوات غربية كل اللي بشوفه مدمنين حلويات حلوات شرقية وشوكولاتات وشوكولاتات آه آه شوكولاتات ستات بالذات الرجالة أولي اللي يودمن شوكولاتات الراجل يود بنبسبوسة بقلاوة كنافة ويروح لها حتت صحيح عمل عملية تحويل المصار طيب وزنه منزلش كتير غريبة وبيسأل بقى هو السبب في إيه إيه اللي خلى وزنه منزلش كان مئة وعشرة بقى خمسة وتسعين هو محددش فرسالته لتواريخ ولا حاجة سايبنا كده نتكلم بقى الموضوع علميا انت ما هو اتخاذ القرار صح طبعا هو طبعا فيه ناس بتفشل في إنقاصة الوزن لأنه طبعا العملية بتبقاش تعملت أصلا فيه محاضرة بيكونت عملتها أنه انت تعمل تحويل المصار في العيان اللي ما عملتش تحويل المصار يعني انت تدخل تعمل يعني انت داخل تصلح عملية يعني واحد محتاج عملية تصلح طبعا لأنه منزلش في الوزن انت بتدخل على العملية بتلاقيها يعني يا إما في المقاسات في يعني دي تحويل البوطش دي وهي بتتأصى الانميشن كده دي تحويل المقاسة مقاسة ده صغيرة بوطش صغيرة ما نفعش عمل فيها قومي جلوب دي صغيرة هي مأساتها كده هي دي العلم قالها كده هي دي الجراحة بتاعتها لان تستفيد من إجراء عملية تحويل مصار معدى الكلاسيكي إلا إذا كانت البوتش صغيرة أحيانا من طول الأشعام ما فيقوش عندهم خبرة بأنه بنوعية العملية في مستشفى أحد المستشفيات يعني كنت عملت عملية فيها وبعدين تحويل مصار معدى كلاسيكي كإعادة العملية السابقة وراحة مركز الأشعة تعمل بقى الأشعة فهو عنده كويتشن مارك على حجم المعدة 15 ميلي فيعني عايزي تأكد البوتش دي ما تنفعش على الأنيميشن ده يعني البوتش دي تعتبر تحويل مصار معدى لا البوتش صغيرة فهو دي ما نفعش أوميج هترجع البايل فوق مرة تانية هترجع العصار المرأي فوق فدي بوتش صغيرة البوتش بتاعت تحويل مصار معدى مصاري لازم تكون طويلة في النار يعني تحويل مصاري المعدة الكليسيكي فبتاع دكتور الأشعة بعد ما تعمل تحويل مصاري المعدة فبيقر الأشعة فلاها 15 ميلي يعني 15 ميلي ووتش يعني بالنسبة له سترينج يا حاجة إزاي يعني حجم معدى كده عاملها تحويل مصاري أنت الرجل يعني قص المعدة كلها الطبيعي يعني هي دي هي معمولة كده القصة دي الصغيرة دي هي دي بتاعي تحويل مصاري المعدة الكليسيكي لو عملت وصلة كبيرة يعني معدى كبيرة في تحويل مصاري المعدة الكليسيكي يبقى أنت كده العين مش هخص هو فقط هي أي معل كمية أكل صغيرة ولكن تلاقي المعدة مرتاحة جدا ومبسوطة جدا طب لو عملتها طويلة هتعمل قرح في المعدة وغتلاقي العين مش عارف يأكل وما بخصش يعني بتلاقي الجسم كده في حالة يعني حالة مرضية مهنك كده لأنه طبعا البوش بتاعته مش مزبوطة فطبعا دي ربما تكون عملية مش مزبوطة عمل تحويل مصاري المعدة كليسيكي ببوتش كبيرة النابرة التانية تعال بقى تحويل مصاري المعدة المصغر لازم تكون البوش طويلة صغيرة وطويلة عشان ما ترجعش لعصارة المعدة لفوق الأمعاء هنا بعدها بتعتمد على المال أكتر من يعني تحويل مصاري المصغر تاكل المعدة بتاعتك كبيرة البوش يعني أقصد اللي هي المعدة اللي تاكل فيها وتستبعد جزء من الأمعاء ما بين 150 سنطي لحد مترين بنستبعدهم من الأمعاء فبنعتمد على المال الأبزرش ربما يكون طول الأمعاء مش مزبوط ناصر يعني العملية اللي هم بص بقى احنا دلوقتي أحيانا بيبقى السبب جراحي لأن العين مخسش يعني احنا بنتوقع ده لأن العين مخسش من أول يوم من العملية بتعمل أشعاء مقترية سلسات الأبعاد وتقيم ودى المعدة وتشوف إيه الأخبار بده دخل تلاقي العملية مقاساتها مش مزبوطة فبتعمل عملية جديدة كأنك يعني أنت ما تصالحاش ولا حاجة ده أنت بتعمل عملية تانية من الأصل ما تعملتش القصة اللي جاء دي قصة برضو مهمة أوي عمره 25 سنة بيعاني من سمنة ما قالش وزنه قد إيه بس سأل إن هو بيتزاين راح عمل بالون في صورة كابسولة مبرمجة هي برضو بالون عشان بس محدش إيه يعني يهيس يعني الاختراع العظيم وهي بالونة في الأخ والبلونة لها وعلى الرغم من تركيبها بعد ست شهور وزنه رجع زاد مرة تانية ورجع نفس الوزن طبعا ده سعاد بيزيد أو بيزيد سعاد بيزيد والله على البلون أنا أنا عندي أنا عندي عيان حصل كده وأنا بشل البلون يعني بقول له أنت خسيت أديه قال أنا زيت تربعة كيلو والله ده حصل يعني أنا عندي أنا حالة يعني طبعا البلونة دي ما تركبش لحد ما بتبيعش تغذية هو ما جايش ولا متابعة في التغذية العلاجية يعني ولا مرة في خلال التغذية هي البلون ما هي إلا حاجة دي أبسط أنواع الحاجات اللي بتعمل في مجال إنقاص الوزن يعني وأضعفها الحياة وعلى المدى هي لها عيان خاص بيها خاص بيها بالضبط كده عايزة يعني تسلكت أن أنت تختار العيان اللي هيستفيد منها البلونة دي عبارة عن حاجة وبتعمل معاها نظام غذائي لمدة 6 شهور اللي هو يمنع الأكل اللي بيتزحلق حوالين البلونة البلونة يعني بتاخد حيز من المعدة طيب أنا لو كانت فيها بقى حاجات بتدوب في المعدة وبتعدى حوالين البلونة البلونة أتعمل إيه يا لستفعقل ومدبر يعني فطبعا استهلاج الأكل اللي زي السكرات وشكرتات وعايس كريم والحاجات المعجنات اللي بتدوب في البق مع البلون وعدم اتباع نظام غذائي يعني أن أنت لن تستفيد من البلون على الإطلاق بل ربما تزيد في الوزن كمان طيب إحنا بقى فيه أنواع كتيرة من البلون كلهم يعني متشابهين حتى يمكن الكابسولة المبرمجة اللي بنبلعها يعني الفرق ما بينها وبين الحاجات البلونات العادية اللي احنا بنركبها إن الكابسولة المبرمجة بتبلعها بدون منزار البلونات العادية بنستخدم فيها المنزار في إدخالها وإخراجها أحيانا البلونة بتبقى ست شهور أحيانا بتبقى سنة الكابسولة المبرمجة بتقضي أربع شهور الكابسولة المبرمجة يعني أنا عايز أقول بس حاجة هي غالية زيادة شوية عن عن البلونات العادية هما يعني طبعا دي بسبب إن التكنولوجي بتاحها مختلف شوية إن هي ما بتحتاجش منزار في دخولها أو في إخراجها يعني اللي يقدر استخدمها هي يمكن مادة بلاستيكية مش سيلكون يعني فهي إنر بتاع المعدة شوية يعني أهدى عن المعدة شوية في أول 3-4 أيام بتلاقي فيه مع البلونة نوع من الغسيان شوية البلونة أحيانا فيه ناس ما بتستحملهاش الأسبوع الأول ما بعد تركيب البلون ودول بيبقى عندهم نوع برضو المعدة ما بتستحمله وخصوصا في سنه صغير اللي أن تتيجي عند بنت 20 سنة وترك البلون أحيانا ما بتستحملش البلونة وترجع تشيلها تاني بعد أسبوع ما بتحملش الكلام ده وده بنشوفه في حالات بس أولئلة جدا 3-4 أيام الأولى كلما زادت كفاءة فيه أنواع 3 أنا مش عايز أقول أنواع عشان يعني ما بقاش أعلن على الحاجة يعني أنواع مختلفة بأسعار مختلفة وكلهم زي زي سيم يعني هي نفس المادة السيليكون تقريبا كلما زادت يمكن الأسعار السيليكون طبعا بمختلف بيبقى إنه أرطأ أكتر مش هيقدر يتابع نظام غزائي خلال 6 شهور ما يركبش بلون أنا بقول لكم يعني المعلومة مش هيغير لايب ستايله بعد 6 شهور ما يركبش هي مفادها إنه إحنا خلال 6 شهور بنبقى مدين حاجة تدفعنا إنه إحنا نتابع تؤدابت لايب ستايل جديد ما بعد العملاء اللي معتمد بقى إنه داخل البلونة دي هتبقى عقل مدبر اللي دي الخلاصة اللي دي الحل السحري هي ليست حل سحري على الإطلاق وهي حاجة مؤقتة وما بعد إنقاص الوزن حتى لو نزلت لك 15 كيلو ما بعد البلون لو ما اتبعتش نظام غزائي بعدها شوية الوزن نزلتهم دول أحصل لك ويت ريجين في وقت قصير جدا 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 أنا كلامي صادم بس أنا والله بوضح معلومة للعلم أو على فكرة ده كلام مش صادم ولا حاجة الكلام العلمي الموجود في الحياة وفي الكتب يعني ده اللي احنا بس بصورة واضحة يعني آه طبعا طبعا احنا الكلام ده بيشوفه كل يعني مش كلام صادم الكلام ده معلوف يعني اللي ما اقولش ده يبقى مش صحيح البلونة لها سكتور معين مناسب لها برا لا الناس اللي مش هتقدر تعمل النزاب غزائي مش هتعمل مش هتغير حياتها أو هي مش أساسا مش رياضية بطبعها لا البلونة لوسينج ماني اند لوسينج تايم ولها تأثير تاني هتعمل في جدار المعدة تغيرات معينة فعلا يعني طبعا فيري كوبن ان احنا ندخل بعد البلون يعني طبعا الحاجات اللي هي مشهورة جدا براكب بلونة يعني ما عوزة معين سي من قصب بجرب بلونة مرة اتنين وتلاقي جدار المعدة متليف يعني انت ما مفعش الدبس عليه بغيار أزرق لازم غيار أخضر يعني لازم غيار أخضر أو أسود كمان لان المعدة بتلاقيها متليفة وبيضة وكده من التلايف في سبب بلونة مادة انا مش بكرر والله الناس في بلونة مادة انا بركبها يعني انا الموضوع مش اه 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 موجود لو تكلمنا عنها انا بتكلم على بس ليها احنا بنكلم على انه ليها سكتور معين من الناس قطاع معين من العينين ما نقدرش نعممها ما نقدرش نقول البلونة دي أعظم اختراع في العالم صحيح لا هي اختراع جيد لناس بتاعته صحيح غير كده لا تعرضين على انه مشاهم حاجة جميلة هي انه انا امكان هم بشكرهم على انه هم بيعرضوا بقى الحاجات دي دلوقتي ان البلونة بتعمل تلايف في المعدة فمعظم الغيرات دي لها سيكنس يعني هايت ببقى مناسب لكل الأنساج لما سمك النسيج بيبقى متلايف محتاج غيار او يعني رلود او دبوس اعلى شوية او اكبر شوية من الطبيعي بحيث انه ما يضحنش النسيج لانه طبعا بيبقى اقرب التلايف يعني عارف زي الخشب كده فطبعا ده الغيار لازم يكون اعلى شوية اللي هو الاخضر او اسود او الاسود الاسود طبعا مفضل وبعد كده الاخضر فيما بعد انت ابدعت ونورتك الهاجة انا متشكر جدا لا لا بتشرفنا يعني يعني وبتنورنا وبتساعدنا وجودك حوار خاص جدا مع قيمة علمية متميزة واسم قدير علمي على ارقى مستوى وده نموذج جيد جدا جدا لفكر العلمي في عالم الجراحة ضيف العزيزة الاسود دكتور كريم صبري واسود جراحات السمنة والمناظر بكل الطب جامعة الشمس والمديل الوحدة جراحات السمنة بمستشوى واد الني دايما بينوارنا في الدكتور نورت هيبقى الحوار مستمر بسي من جوة عمليات من العينين من الفريق العمل الحوار دايما في جراحة السمنة كلمة فريق العمل لها قيمة كبيرة الاكوابمنت لها قيمة كبيرة المستشفى لها قيمة كبيرة تعالوا نشوف هذه القيم الثلاثة صحيفة ديليميل البريطانية رصدت في أحد تقاريرها ست خرافات شائعة عن آلام الظهر أولها إن الانزلاق الغدروفي يعني أن فقرة من العمود الفقري اتحركت من مكانها التانية إن العمود الفقري يصاب بسهولة والحقيقة إن العناية والمحافظة وتجنب أسباب الإصابة تمنع الإصابة الخرافة التالتة إن آلام الظهر غير شائعة والحقيقة إنها شائعة جدا 80% من الناس بيعانوا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم الرابعة إن آلام الظهر يحدث بسبب الشيخوخة والحقيقة إن الإصابة في الظهر ممكن تحصل في أي عمر الخامسة إن الراحة هي الأفضل للعمود الفقري والحقيقة إنه في حالة عدم الإصابة في التمرين المعتادل ضروري جدا لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرنته الخرافة السادسة إنه مسكنات الألم تعالج آلام الظهر والصحيح هو اللجوء للطبيب مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر للحصول على تشخيص سليم واختيار الخطة العلاجية حسب درجة الإصابة أهلا بكم أحكي لكم حكاية الحكاية خاصة بالفنانة الرحلة الله يرحمها الفنانة الكبيرة سعد حسني دايما بلاحظ إن الناس اللي بتهتم بدراسة حياة فنان بيركزوا أو في الجزء الأخير من حياة سعد حسني اللي هو الجزء المتعلق بحادثة وفادة أنا بعتقد إنه الأهم والأولى بالدراسة هو الجزء الذي تسبب في احتزال سعد حسني للفن الجزء ده مهم أوي جزء الحالة الصحية جزء الحالة البدنية سعد حسني بتعرضت إلى مشكلة صحية مهمة جدا وخطيرة جدا أثرت على مشوارها بشكل كبير هي وقت وهي في بداية أو في شبابها وقعت على السلم وحصل لها مشكلة ما في العمود الفقري وظلت تعاني من مشكلات في العمود الفقري وآلام فترات طويلة لغاية آخر فيلم والحقيقة واضح إن العضم بتاعها كان فيه مشكلات تانية لأنه كمان كان عندها مشكلات في سنانها كالسيوم في العضم من إضافة لألام العمود الفقري كان شيء واضح جدا جدا كان عندها مشكلات كبيرة جدا في سنانها لدرجة إن فيه فيلم قبل فيلم الرائع والنساء اسمه درجة الثالثة عملته مع الرائع الله يرحمه وإحمد زكي ما كانتش بتنطق الكلام بشكل واضح لتيجت إن السنان فيها مشكلة وكان باين جداً على فكرة الأطباء المحترفين إنها كانت بتشتغل في الرائع والنساء تحت تأثير مضادات الألام أو مسكنات الألام لأن مشاكل عمده فقري في الفيلم ده كانت بتوعيق حركتها بشكل كبير وكانت بدأ وزنها كمان يزيد في الآخر هي قدرت إنها تسافر بعد الفيلم بعد فيلم الأخير لها وعملت عملية والعملية على فكرة رجحت لكن وزنها الزايد ربما كان مخليها برضو عيشة تحت وطأة مسكنات الألم نتيجة إنه ما زال هناك بعض المشكلات في باقي العمود الفقري بدأت تتضح في أواخر حياتها الله يرحمها لكن خلي بالكم إنه دايماً الفكرة في دراسة جزء من حياة المشاهير إن أنت تدرس الحالة الصحية بتاعتهم وتشوف الحالة الصحية دي كم التعامل معها إزاي دا الفايدة في الثقافة حوالين المنضوع دا وده اللي أنا بحاول نقله لكم إنه أكيد الحالة الصحية لو في منظومة بتراعي النجوم ما كانتش سعاد حسني انعزلت وازنها زاد وعانت من مشكلات صحية كتيرة في الغربة طبعاً يعني الله يرحمه الأستاذ سمير صبري الله يرحمه ويحسن اللي كان من الناس اللي بتسأل عليها وطبعاً الناس اللي كانت بتهتم بيها قليلين جداً في الوقت دا لكن كان لازم يكون فيه منظومات طبية محترفة تهتم بالنجوم تهتم عموماً بأي حد في حالته الصحية اللي بالشكل دا النهاردة هنكلم على تطور مشاكل العمود الفقري اللي ممكن مسكنات الألم تكون هي القاتل الحقيقي أو بمعنى آخر حد بيقدم ليد العنقى في صورة اللي بيسكن لي الألم لكن في الواقع هو ممكن يعملي مشكلة كبيرة جداً جداً لأنه بيأخر علاج الحقيقي بالإضافة كده وطبعاً له أدرات كثيرة أنتوا فهمينها لكن هو شر لابد منه مسكن الألم لكن لازم تبقى فاهم أنه هذا المسكن الألم له وقت محدد ينبغي أن أقف بعده عشان يطور على العلاج الحقيقي ضيفي العزيز هو الذي سيحدثنا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمود الفقري طبعاً ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديقي هو دي أستاذ جراحات المخ والعصاب ومشاكل العمود الفقري الجراحات العمود الفقري بكل طب جامعة القاهرة إزاي ميز إن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاه تلنيله معاه خدلان إلحق ده غضروف أكتر من 80% من الغضروف لقابتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لأسليسة حصلة النهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف الحالة في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة قدلهم الدولة بتقدم العلم بتقدم العلم بيحط لي حلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها ثمن ده عنا ما بيغفرش اللي هتعملوا في تعرف وانت صغير هتدفع ثمن وانت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80% إلى 90% من مشاكل الغضروف فأولها بتيجي بالعلاج الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي بنور الدكتور ألم يكي الدكتور إيمان ربنا أخليك فعلا ما فيش حد ما بيحبه السعاد حسني كل الناس بتحبه السعاد حسني فانعايز أبدأ بالحتة دية حتة ألم العمود الفقري كثير من الناس مش عارفة إنه من أسباب الرئيسية اللي أثرت على السعاد حسني في أواخر حياتها هي ألم العمود الفقري ألم الظهر دي حقية هو الألم كألم بالذات بيدخل الإنسان في كتاب يعني الواحد لما يبقى عنده ألم مزمن يعني أولا كلمة ألم مزمن يعني إيه؟ ألم مزمن الألم بيأسمه نوعي في ألم حاد اللي هو مثلا أنا دلوقتي وقعتت خبطت حصل ألم دلوقتي ده اسمه ألم حاد بمارس رياضة بقالي أسبوع اثنين بدأ يحصل ألم ده اسمه ألم حاد لكن لو أنا كنت بمارس الرياضة من سنتين والنهار ده بدأ يجي لي ألم بقى والألم كانت موجودة معي وبتزيد بقت ألم مزمنة فيه ناس بطبيعتهم بيبقوا حركتهم كتيرة ورياضين زي المرحومة صعد حسني زمان كانت بتلعب وتتنطط وترقص وبتعوه كلام منه العمود الفقري كان بيعاني في وقت من الأولاد بس كانت الموضوع ماشي جاه عامل بقى كمان دخل في الموضوع اللي هو بدأت يحصل نوع من الاكتئاب نوع من المشاكل نوع من الحزن دي حاجة ممكن تبقى بره الموضوع خلص أدت إلى أن الوزن بدأ يزيد بناكل مع الاكتئاب بيزود في الأكل وبيقلل من الخروج أنا كنت كل يوم بخرج وبصهر وبتنطط وبحرق معيتش بعمل كده طيب بدأ يحصل فيه ألم بدأت تاخد علاجات فساعات فيه ناس بتحصل يعني في بداية العلاج الألم اللي هي بتبقى جديدة جدا ممكن واحد ينصحك بحقنا من حقنا الكورتزون وده علاج وعلاج مفيش منه مشكلة بس علاج فترة معينة وتحت إشراف طبي يعني مفيش فيه زار يعني وفي علاجات بتدخل تحت بند المخدر اللي هي عشان أقلي للألم لمرحلة معينة أعد المرحلة لحد دي فيه ناس بتستحلى الموضوع بقى يعني هو لأني الإبرة دي كل شوية بياخدها بيتحسن فبياخدها من نفسه تبدأ تدخل في دايرة تالتة اللي هي ايه؟ ده اكتئاب وزن زيادة دخلنا في مضاعفات بعض العلاجات زي هشاشة العظام بدأ العظم يضعف العظم لما بدأ يضعف خلاص التحميل بتاعه ما عادش بيشيل أغدت برحلة بدأت الألم اللي كانت ضعيفة بقت ألم مزمنة بدأت ما كان ألم في ظهري بقى في فخدي بقى في رجلية بقى بيسمع لحد كعب رجلية وصبعي بدأت ما كان في رقابتي بقى في كتافي بقى في دراعاتي بقى في صوابعي وممكن كان في ناحية واحدة لقى في النحيتين ده كان بيجي لي مع الشغل دلوقتي بيجي لي وانا قاعد او وانا قاعدة الواحدة بتشتكت تقولك لما بعض بداية الألم مع ان العادي بتاعنا في المجهود بنعمل مجهود كتاب بقولك تباعد واستريح القاعدة بتسوي الراحة طب لما القاعدة تبقى تعب يبقى عندك خلل في قوة واستقرار العمود الفقري العمود الفقري بطبيعة هو عبارة عن وحدات عظمية اللي بنسمىها الفقرات ثم ما بينها في النص كده ما يسمى القرص الغدروفي ده ماشي معانا من أول الرقبة من بداية الفقرة التانية لحد آخر القطانية الفقرة الخامسة في القطانية مع بداية الأولى العجزية القرص الغدروفي موجود مع الفقرات والدنيا حياميلة الألم بتاعنا قليل جدا وبنتحركه بتاعه يحصل ألم حاد نتيجة لشيلة شيلة تقيلة لوحتي وقعتت خبط هياخد وقت ويعدي ممكن استعين ببعض العلاجات المسكنة ومضادات الالتهاب هو الناس دايما بتخلط يقول لك هو مضاد الالتهاب ده علاج أيوة علاج لأن جزء ساعات من المرض أنه لما الغدروفي يكبر ويضغط بيفرز مواد حواليه بتسبب الالتهاب يعني فيه مادة كده جنب زي مثلا هنفترض بعيد شوية واحد دخلت في إيديه مثلا إبرة أو شوكة هو الشوكة في حد ذاتها هي عملت إصابة لكن بتبقى الإصابة الأكبر من الدمج والتلف اللي حصل حواليها يبدأ يحصل التهاب حواليها يحصل إفراز مواد معينة زي كاينينز والحاجات دي كلها الحاجات دي هي بتبقى مسببات للألم بقى الزياد يعني مش كأنها مصورة زي مصورة المية ولا مصورة صرف الصحي خالص هي وحدات تحتوي بداخلها على قناة بنسميها قناة العصبية والوحدات دي زي ما احنا شايفين كده ربنا خلق لها مفصلات شايف المفصلة زي؟ سبحان الخلق العظيم يعني مفصلة حاجة يعني والإنسان مهما عمل برضو ميش ميقدر يوصل سبداً لقربة حتى احنا دايماً مشكلتنا حتى في الطب النهاردة احنا بنحاول نحاكي الطبيعي الطبيعي ده وما بنعرفش ما قدرناش نوصل لده يعني لو قدرنا نوصل ان انا اقدر اعمل مفصل داخلي جوه الفقرة يساعد على قوتها وارتكازها وحركتها انا حلت كل المشاكل بتاعتي لكن سبحان الله طبعاً العلم مهما وصل ففي نقص يعني لكن الناس بتحاول يعني دايماً الناس بتحاول هنا بتبقى المشكلة بقى في ايه العمود الفقري بدأ يتعم وشايل حمل زيادة المعادلة هنا بتختل ما بين وزن ها وقوة وكمان ضيفة عليهم طبيعة عمل طب لما تبقى واحدة ستة بدأت تدخل في هشاشة عظام او بتعاني من مرض زي السكر او ارتفاعه ضغط الدم وبتاخد علاجات كتيرة لضغط الدم او بتاخد علاجات ها للسيولة وعلاجات السيولة كلها بتعملها شاشة وقد بقى الحضرتك الحاجات دي كلها وبقى العمود الفقري التعبان والوزن الزيادة وبتشتك بقى من الام وزمنة بتعمل مع ايه عشان الدايرة دي تخلص منها يبقى لازم اول حاجة انقاص الوزن انقاص الوزن عندنا مش سهل او تبقى الحضرتك ليه حتى بالانظمة الغذائية في ناس ما عندهاش المقدرة على الالتزام بيه وساعات بيه بقى الانظمة الغذائية مكلفة معينة بشكل معين بجرعات معينة واكل معين فيه ناس الموضوع ده مش هزبط معها قوي طيب فيه ناس لما بنفشل معها في الانظمة الغذائية وجسمها غير قابل للانزال بنقوله توجه الى تدخل جراحي لعمل حاجة ان انا نقص وزن وده عملات نجحة وبيجيب نتاج هيلة جدا يعني ساعات بيجي للمريض عنده مشكلة نزرغ ضروف كبير جدا وما قولوش تعالى ما اعمل لك عمالة لأ حل مشكلة الوزن الاول لان لما كنا بنعمل عملية في الوزن الاول زيادة طيب ما هو بعد العملية يقولك انا لسه يتعبني هو مش هيتقبل ان انا حلت له مشكلة ان انا بعدت عنه المشكلة بتاعت الايه الضغط على العصب ممكن يعمل دمور في العصب يعمل اصابة في العصب يعمل تلف في العصب ممكن كان يدخل في شغلة في رجليه مش خصا هو كان ماشي قبل العملية البعد بتاع المضاعفات دي بما انها ما حصلتش فكأنها ما كانتش هتحصل لا هي كانتها تحصل ولان احنا دايما في العيادة او في شغلنا او في المستشفات بنشوف المريض في كل مراحله بشوف مريض لسه بدأ القلم معا النهاردة وبشوف مريض تاني بعد منه على طول كان معا القلم بقى لعشر سنين وبشوف مريض تالت بعد شوية كان عنده المضاعفات بدأت تحصل الصورة بالنسبة لها بتبقى كاملة لما اجي منصح المريض بتاعي اللي لسه جاي دلوقتي بقوله اه اوعك تستنى لما انحصل المريض رقم ثلاثة هو مش في دماغه ده بقى خلص ولا فرق معاه ده مفروض شوية تواجه ويخلاصه يعني لما تيجي تقوله الغضاريف ده ممكن تقدي الى انك تقعد على كرسي بعجلة او متحركش ازاي يعني ما نماش على رجل ما عندناش دايما الرؤية بتاعت الايه ان فيه خطر جاي ولازم اتلافاء واحل المشكلة نستنى بقى وقت القضاء يحلها ربنا وقت ما يحصل مشكلة اكيد هنلاقي حل وده طبعا مش حقيق والي هو بقى فال الله ولا فالك الدكتور اه ما تفاولش علينا ما تقولش الكلام ده بقى دكتور الجمل اللي هي يعني جميلة وشعبية وكل حاجة لكن الهدف منها هو مقصدها مقصدها في الاخر والنتيجة في الاخر كارسي كارسي اللي انك انت النهاردة ساعد بنقول طب ما تيجي ندور ده الكارسة انت بتقابلها في ايه طب ما تيجي نعمل اشعة نشوف يقول لك طب دكتور انت شاكك في ايه طيب انا شكك ان ممكن يبقى غدروف ياه دكتور ما تقولش الكلام ده هو فيه غدروف بيجي وانا شايفة وانا مش هعمل اشياء عشان ما يطاق في حال ويسبق ويمشي في الاخر انا عندي مشكلة طيب المشكلة لما نروح للدكتور لازم شخص التشخيص بيجي من ثلاث حاجات حاجة اسمها الاعراض اللي هي الشكوى ثم الاعراض ثم الابحاث اقدر شخص اه اللي هي اقدر اسمع بتاع العيان بتاعي ده انا شكوتي كذا 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 ده الرجل اليمين ويسمع في الفخد في الهنش من ورا ينزل على رجليه ويدرب في صوابع رجليه لأ ده الرجلتين بيوجعون لأ ده بيسمع هنا وبيحزمني لأ ده بيجي من رقابتي بكتافي وبيعمل لي زي الحزام وبيقفل نفسي ده بيعمل لي دوخة او دوار كل العرض من دولة بيؤدل جزء في الخطوة التانية بقى اللي هو ايه التشخيص بتاعي اشخص بعد ما افحص المريك بتاع واشوف القوة العضلية والاستجابة العصبية واطلب بعد شوية شوية ابحاث انا محتاج اشاعة عادية اشاعة مقطعية اشاعة ترانيم مغناطيسي رسم عصاب رسم عضلات يبقى اللي عملت اشاعة ترانيم مغناطيسي يبقى اللي منظر زي اللي قدامنا ده اللي عليه السهم الاحمر ده ده بيقولك انا لسه القلم ده جايلي بقى لي اسبوعين ابص على الاشاعة دي اقوله لا ده انت مشكلة العمود الفقر بقى لك بقى لك 5-6 سنين الغضروف خارج برا وحصل بدأ يحصل تآكل في جسم الفقرة وفيه غضروف تاني فوقيه وغضروف تالت فوقيه مع ضيق في القناة العصبية مع ضغط على العصب والحبل الشقة طب الكلام ده ما بيحصلش في يوم وليل يقولك ايوما انا لسه القلم جايلي ويعرف مت يمين ده انا بقى لشهر اوكي ترجع بقى لما ترجع طب كان زمان بيجي لك ايوك ده من 10 سنين كان بيجي لي واجع وكان بيروح من شوية مسكنات اوكي احنا بنحترم الشاكوى جدا النهاردة النتيجة ايه ان انا عندي ضغط على العصب وفيه اختناق في القناة العصبية انت بتخرج من عنده الدكتور طالب الحل انت كل كلمة التشخيص والكلام ده كله لا تعني المريض كتير يعني هو عايز حل ودايما المريض يعني لو هو برضو يعني لسه في بداية وكده مش فاهم الموضوع كويس بيدور على الحلول السهلة هو عايز تعمل حاجة معينة يخف بعد يوم اتنين هو بديك فرصة يوم اتنين تلاتة تحلل المشكلة ودا مش وارد بقى لما دي بقى المشكلة بقى لها سنين ما العلاج هياخد شهور على الاقل اختبال حرارتك وساعات ما بنقدرش نوصل لعلاج دوائي ساعاتنا احتاج تدخل جراحي يعني لما تلاقي هنا هو غدروف اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غدريف العمود الفقري وضغطين على العصب وضغطين على الضفيرة العصبية اللي تحت اللي هي منطقة ما يسمى ديل الحصان بتاعة الكودة اكواينة بتاعتنا وبدأ المريض يشتكي بقى كمان بقى شوف غير القلم غير التنميل لا في صعوبة في الحركة بجرجر في رجلية بجر في رجلية رجلية كأن فيها شوار رمل بحركه لا ده اللي بعد كده بقى ده البول بدأ يبقى في صعوبة ده البول بيسيب مني ده انا مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي واخد بقى لحضرتك الاعراض دي كلها لما نيجي نبص عليها ونربطها بقى بالموضوع نبدأ نشوف السيفيريتي بقى وشدة المرض بتاعه والقلم واخد بقى لحضرتك لما نلاقي بقى فيه ضيق واختناق شديد جدا وضغط على العصب وغضروف منفاجر أو غضروف فقرات تآكل الغضروف بدأت تتحرك وتسيب يبقى هنا الحلول دايما حلول جراحية إذا أمكن وإذا أمكن دي مهمة جدا ليه؟ ممكن يبقى المريض له حل جراحي بس ما ينفعش عمله له يعني المريض لم يبقى عنده هشاشة متقدمة أو واحدة ستة عندها هشاشة متقدمة أو وزن زيادة جدا يعني بعد ما صلح العمود الفقر العمود الفقر برضو هيفشل أنه يتحمله ما أنا ما تأملش ده بقى يعني للأسف في بعض الدكاترة بيبقى مندفع يعمل عملية واخد بار حضرتك هي عملية صح بس هي الحزب ببص للعيان بتاعك بعد كده هل العيان ده هيبقى من النوع الطيع الجميل السهل اللي هو هيسمع كلامك خس هده خس وستيواشن بتاعه الوضعية الفيسيولوجية بتاعته هل ستستفيد من هذه العملية استفادة كاملة جميل ولا جسمه بيولوجيا فيه خلالات أخرى تمنع الاستفادة الكاملة عندك بقى هشاشة متقدمة بالضبط أو عندك سكر غير منضبط تعمل السكر تراكمة لإيه تسعة وعشر وإحداشر واثناشر هيحصل التهبات عنيفة هيحصل التهبات والجسم مش هتقبل العملية لازم نزبط الأشياء ويحصل عند شوية تلايوفات ويحصل مش هارفين يعني احنا احنا مش هاي الموضوع مش كلمة ونص يعني ما بيتحلش في رأي واحد لا ده الموضوع بيبقى له جوانب كتيرة جدا والجوانب دي لما نقعد نجمعها مع بعضها نلاقي يعني بص في الأشعة دي ده مريض جاي بيشتكي من عند صعوبة في الحركة القاعدة بتتعبه والوقفة أكتر حاجة بتتعبه لما يجي وط ويصل عملنا الأشعة لقين الفقرة الرابعة والخمسة الغضروف متأكل تماما وحصل ده اسمه انزلاق فقاري يعني مش اللي انزلاقه ده أصعب بقى من اللي انزلاق الغضروفي انزلاق فقاري يعني الفقرة اتحركت وسايبة خالص في ظهره يقولك حتى أنا بسمع بالطقطقة بتاعتها وأنا بتحرك أنا بسمع لما بجأ وما يريحوش لما نم على ظهري طب القاعدة بتريحك لا ما بتريحنيش الوقفة بموت من الوقفة لو وقفتك تبربع ساعة وتسمع هذه الشكوة من سيدات البيت ست البيت تقولك أنه مجرد ما بقف في المطبخ أأخسل شوية تطباق أو أطبخ فقال لا أعمل حاجة غزبا عني لازم أجري عشان أعود أو أفر الظهري ليه الفقرة مع الوزن تبدأ تنزلق للأمام لأن هي وضع الفقرة في الطبيعي ربنا خلقها مع وضع الحوض وزاوية الانكلاينيشن والميل بتاع الحوض إنها سقطة هي عايزة تقع الفقر اللي ماسكها الأربطة والمفاصل بتاعة العمود الفقري طيب لو هي المفاصل دي تأكلت أو حصل فيها شرخ أو تأكل الغضروف ما هي أوتوماتيك هتبدأ تسحب على تحت لما بتقع بثقة للفقرة هتبقى الشد على إيه على العصب اللي خارج وعلى العضلة والأربطة اللي في الخلف تلاقي دايما الشكوى هنا لإن شكوة المريض بتبقى فيه واحدة ساعات أخوى من الثانية شوية لو شكوة الرجل أكتر من شكوة الظهر يبقى أنا بتكلم على غضروف وعصب لو شكوة الظهر أكتر من شكوة الرجل يبقى بتكلم على ثبات العمود الفقري يعني دايما أول ما المريض يقول لي بص أنا مشكلة كلها في ظهري تعرف إن فيه تزحزح فقري يبقى الفقرة هنا مشروقة منقولة متأكلة حصل هذا الكلام طيب دايما كلمة تزحزح فقري تساوي كلمة تانية اسمها تثبيت فقرات تثبيت الفقرات دي له طرق كتيرة جدا بس هي الفكرة بتاعتها إنك بتعمل حاجة تقوي العمود الفقري أربط الفقرات ببعضها فقرة في التانية ثلاث فقرات في بعض خمس فقرات مع بعض بحيث إن أنا إيه أمسك العمود الفقري طيب الحركة بقى بتاعتها العمود الفقري فيه تثبيت ما ينفعش بعدها تحرق وفيه تثبيت هبدأ ممكن يديني مجال للحركة بقى تبقى الحركة بس في الأول وفي الآخر كله هو إيه تثبيت فقرات طيب فيه ناس بتدخل بقى في حزبة كبيرة جدا هو التثبيت دي يعني إيه طيب ما فيه كان فيه زمان حاجة اسمها شريح المصامير النهاردة بقى فيه تطور بقى فيه حاجة اسمها الدعمات والمصامير اللي هي لها رؤوس متحركة وبتاعتها تدي مجال حتى في زبطة العملية وأنا شغال آه ده رزبط الزوايا بتاعتي كويس بتاعت العمود الفقر عشان أريح العصب الكلام ده كده مهم الناس فهمة إنك في العملية أنت هتركب لهم رمان بلية بقى يعني أنا أخذ بالك إن يرجع آه فيه ناس بعد العملية بنعمل عملية زي كده وتثبيت للعيبة بيلعبوا كورة رياضيين بيمارسوا حياتهم الناس بتشتغل وواحد بسوق عربي عمليك ده اسم تثبيت فقرات أخذ بالحرك التكنولوجي حلت مشاكل كتيرة جدا الجراحة النهاردة ما عندناش من استخدام جراحات عادية اسمها معظمها جراحات يا إما جراحات تدخلية محدودة أو جراحات بالمناظير أو جراحات بالميكروسكوب الجراح بتتوقف على لو أنا بشتغل على فقرة أو التانية ما أنا ممكن أعملها بالمناظير طيب لما يبقوا 3-4 فقرات والفقرات سايبة ومحتاجة أدخل من هنا ومن هنا ومن هنا لو عملت المناظير ممكن أعمل 8 فتحات 10 فتحات 5 شهر هتقول لفتحة صنة ونصف ما فيه حل التاني ساعات نعمل جراحة ميكروسكوبية بفتحة واحدة في النصف كده أعرف أوصل للنحيتين لكن المناظير ما جيبش النحيتين مع بعض وهنا بيتم عملية التثبيت والتثبيت هي النهاردة الحقيقة بقى يعني ده من الواقع اللي هو الموجود دلوقتي يبقى أنه أكتر من 10 سنين أو 15 سنة في العالم كله ما فيش حاجة أسماء أن أنا باستقصل الغضروف فقط أستقصل الغضروف فقط بعد شوية المشاكل جاية لأن الناس بتتحرك وبتشتغل وبتمشي والعمود الفقر معادش بالقوة والقوة العضلية بقى الضعيفة أو الوزن الزيادة فلو أنا سبت العمود الفقر من غير ما أعمل له حاجة تثبته شايف اللي هو موجود دلوقتي ده ما بين الفقرات ده بنسميه قفص وياخد بها الحركة بيسموه بناناكيج عمل زي الموزة كنا يدخل ما بين الفقرات وبعضها بحيث أنه يعمل ايه؟ يخلي دايما الفقرات على حالة البعد لازم أبعد الفقرات عن بعض لأنها لو طبقت على بعض أنا عندي مشكلة بتقفل على العصب لأنها مخرج العصب من وراء الفقرة نمرة واحد ده بنسميه كده باللغة للإنجلزية سبيسر مبعد مبعد أو بيدي مسافة اللي بيخلق المسافة السبيسر ده مهم جداً أن أنا أحافظ على ده ده ممكن نعمله أو ما نعملوش ممكن نستعيد عنه أن أنا لما بثبت التثبيت اللي هو الخلفي من وراء اللي هي المصامير وبتاعه وفي نفس الوقت بيحصل نوع من الالتقام لأننا بنستعيد عن السبيسر ده في بعض الحالات لأنه ده برضو له مشاكله يعني كان في وقتهم الأوقات كان طالع كده زي طفرة كده في الشغل طلع له مشاكل أخبر حركة يعني حتى الناس كان ده من الولا ده بيركب من البطن من قدام ولا بيركب من وراء كانت قصة كبيرة كده وفي عمليات يعني كان فيه سنطب بساعات بيبقى فيه زي موضة كده وبتبقى نعمل التجارب يعني بنجرب أن نعمل العملات دي أكتر مثلا من البطن بالأمام بالمناظر ودي كانت ألمانيا من الجراحات المتقدمة جدا هناك بس ده عملية كبيرة أنك تدخل من البطن علشان وما تقدرش تشيل الضغط اللي وراء والخلف فكان يعمل ده من قدام ويرجع بعد شوية يفتح من وراء تاني واخد بالحركة مشكلة الاسبيسرز ده أنه كان ممكن يتحرك ويضغط على العصم وممكن يقطع العصم وحصلت في حالات كتيرة جدا عشان كده هما دلوقت هناك ما عادوش بيعملوه يعني هناك ما عادوش بقى بيستعيدوا عن ده بحاجات تانية واخد بالحضرتك لسه بيستخدم ما في بعض المركز بيستخدم وطوروا بقى الحاجات تانية بدلا ما هو يبقى عامل زي البانانا كده بدأ يبقى عامل زي القرس أنه أنا أملى الفراغ ده كله بحاجة زي القرس وتثبت كمان بشرح مصامير من الأمام ومن الأجناب عشان ما تتحركش وتقطع الله بقى عملية كبيرة لأنه أنا من الأمام أنا عندي مشكلتين عندي مشكلة الشريان الأورطة قدامي وأول ما يجي ينزع الحوض بيتفرع على الشريان اللي بتغذي الرجلين الجسم كله من تحت مش كده طيب وجام بيه بقى الأخطر منه اللي هو الوريد ده أخطر لا الشريان الشريان لو أنت في عملية والشريان قطع تقدر تخيطه لأن فيه مصل الول بتاعه مسكلر ويعمل سبازم معاك وتقدر تجيبه لكن الوريد لما تيجي تاخد فيه غرزة بيهرب منك بيهرب ده بيفتع يوسع وده حصلت بقى وفيات كتير جدا من هزي العمليات إنك الوريد حصل فيه إصابة ضيف العزيز القيمة الأمال الكبيرة أستاذ دكتور محمد صديهودي أستاذ جراحات المخوى الأعصاب والجراحات العمود والفقري وننزل لك ونظروف الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة وجودك معنا دائما شرح كبير لنا شرف ليه دكتور عامل نورك لك تسلم تسلم خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم نهارده يوم مهم جدا ولقاء مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان لكن خلينا حلقوا قصة أنا متأكد إن ضيف العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها بكده خصة مسيرة جدا عشان توريكوا قد إيه طأم الأسنان ده شيء يعني مزعج وإنه أكيد أكيد الزراعة هي القمة الآن في عالم طب الأسنان سنة 1960 كان يا مكان زمان وانس اب اونسا تايم في نادي اسمه إبل توفت قابل نادي تاني اسمه نورجير أنا معرفش الاتنين دول عنهم أي حاج خلص غير منهم موجودين في دنمارك المباراة دي ذاكرت الكورة العالمية احتفظت بها لسبب بسيط جدا إبل توفت ده نادي محلي كان متأخر قبل ثواني من نهاية المباراة والنتيجة أربعة ثلاثة خلاص الوقت الأصل خلص الوقت الضايع كمان خلص وكانت المقابلة في طريقها للنهاية الحجم اسمه هنينج إيركستراب الحكم ده كان مستعد أنه هو خلاص هيصفر هو ده الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة الحكم رفع الصفارة وهو خلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام وبدأ يفكر أنه يصفر في اللحظة دي في اللحظة أنه وهيفكر يصفر طقم سنانه وقع هو بيجري طقم سنانه تحرك من مكانه ووقع كذا ثانية بدأ نص دقيقة تكمل وفيه هجمة جات للفريق اللي خسر ومن سوق حظ الحكم ومن حصن حظ الفريق أن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة أن الوقت خلاص انتهي لكن مفيش ولا واحد سمعه واحتفل اللعيبة والملعب كله لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل وبالهدف خلاص احتفلوا وتبتع لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما ييجي ولغى الهدف و طبعا الناس اعترضوا بشدة لعيبة الفريق اعترضوا بشدة والفريق الخاسر قدم الاتحاد الدنمارك لكرة القدم لكنه لم يقبل وتم التصديق على النتيجة ان الهدف ملغي وانه الوقت انتهى والمشكلة كانت فطأ السنان اللي وقع قصة تبين لنا طبعا قد الاحراج قد ايه اللي أصيب بالحكم ده والوقت ده 1967 كان طبعا ما كانش فيه بداء الوزرعة كانت ليسا اعتقد كانت في مهدها وكان معصم الناس بتلجأ الى تقاطقم اسنان بس طبعا برضي ورينا قد ايه اهمال الناس في السن ده لأنه أكيد الحاكم ده مثلا كان عنده خمسين سنة أكيد ما كانش أكتر من كده كان عنده اتنين وخمسين سنة بس كان في الخمسين سنة ناس فقد سنانها كاملة وبتركب سنانه رغم انهم مرياضيين ده معناها ان في الوقت ده كان اهمال الناس في سنانهم اللي ما زال للأسف مستمر كان كبير جدا نهاردة لقاء ممتع جدا أكيد زي ما قلتلكوا واحد من نجوم معالم طب الأسنان اللي بيبدع في حواره دائما اكسترا اوردنري خارج النطاق ودايبا بنسمع منه الجديد نارض حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأساس دكتور كاريم مكادي أنا لازم أروح لدكتوره للأسنان عشان أعرف إيه مشاكل الزراعة لوقت تمت بسلام يعني خلاص إنا كده ولا فيه مخاطر منتظران المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفق عشان خاطر الزراعية لأ طالما تحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العلم دايما بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السبتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين أضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا أضو الجامعية الأمريكية لأطباء الأسنان أسمحون انها الرحب بضيفи العزيز الأسابة دكتور كريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزيمكن كلية الجراحين الملكية أعدو لكم جزئة الأمريكية ل Leadership Zilair Yazid ضيفي العزيز أهلا بيك دكتور كريم فيك يا دكتور أيمن زي حضرتك الله هيخلي عامل إيه سمعت على القصة دي أبي كده أنا أهم رسمع عندها بس هي It's very interesting طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه الزراعات وما كانش فيه التطور ده فده بيبين لك قد إيه البنيانة بيعاني من غير أسنينه الطبيعية أو من غير أسنين السبتة وياما مواقف تاني حصل في الحياة يعني وفي بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت وفي اللي كان مشارك فيديو يعني نفسي بيجيبوها لنا في مرة تانية أوريك في لحظة الجواز دي ياما كارسة كارسة بالزبط ومشكلة بقى إن مشاكل الأطعم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده لأ المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش ما بيستطعمش الأكل وإحنا عندنا في الحلق ده واللسان وحوالين اللسان كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا تمام لما بنغطيها بالأطعم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني أدم فهو ما بيعش زينا وبيأكل زينا وبيستطعم زينا يعني هو بيدوق أقل ما إحنا بندوق فطبعا حاجة مأساوية مأساوية جدا طبعا خلينا نروح لسؤال الناس كتير بتسأله لما يكون واحد معدوش عظم في الفاكة كويس كبر العظم تآكل هل الزراع في الحالة يتوبة مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدوني ما تطورتش زي دلوقتي لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج إن إحنا بنستعيد بعظم سواء صناعي أو عظم حيواني ده بنقدر نرجع به العظم مرة تانية كان عندنا مشكلة إن الجيوب الأنفية طبعا لما إحنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان اللي جواه فالعظم بيبدأ يكش زي ما إحنا شايفين العظم هنا كاشش أهو عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان فماش ما بقاش فيه عظم في المنطقة دي فإحنا بنضطر إن إحنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته ساعات بنزرع مع الزراعية أو ساعات بنزرع عظمه ونستنى عليه وبعد ذلك نحط الزراعية هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية العظم بتاعة بيتآكل اللي تحتيها كله تقريبا مع فجدان الأسنان اللي تحتيه هنا إحنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها close sinus lifting إن إحنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح منام تفتح جراحيا يعني بمشرة وكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم فيش أي جراحة كبيرة خالص تمام وقدرنا نحط الزراعية بعد كده هنا في الصورة دي دي الصورة اللي هي كان فيها العظم متآكل في الأول حطينا هنا العظم وبعد كده زراعنا فيه زراعية زي ما إحنا شايفينه والزراعية نكحب ما شاء الله فقدرنا نعوض السنة المفقودة فإحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رفع الجيوب الأنفية أو لو في الفك السفلي بننقل عصب الفك فيه ساحات تروح عند الدكتور يقولك ماينفعش نزرعلك عشان عصب الفك زي هنا ده هنا إحنا هنا بننقل عصب الفك اللي إحنا مسكينه ده عصب الفك ودي دي عملية دقيقة عملية دقيقة جدا مش أي حد بيعملها دي أول مرة على فكرة نطلعها على الهواء دي ما حدش بيعملها كتير دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك هنا إحنا بنفتح عليه بننقله لمستوى أوطى وبنزرع مكانه وبتبقى زراعات نكحة ما شاء الله بدون أي مساس لعصب الفك ودي من أضاق العمليات فكل دي حلول يعني رفع الجيوب الأنفية ونقل العصب وزراعة العظم دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم فإحنا النهاردة نقدر نقول إن إحنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الأسنان لإن كل واحد إحنا كل الهدف بتاعنا إيه إن كل واحد من حقه يعيش بأسنانه السابتة بقيت حياته فإحنا كل العلم شغال كل الدراسات شغالة وكل التكنيكس شغالة في السكة دي نقلوا العصب رفع الجيوب الأنفية التكنولوجيا خدمتكو عشان شكل الأداء الرقمي طبعا خدمتكو طبعا بشكل كبير جدا أول حاجة يعني التشخيص السليم هو اللي بيقدي إلى العلاج السليم إحنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه أشعة مقطعية مثلا دي أشعة مقطعية دي الأمني كام هنا إحنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مصبوطة للزراعات وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو ورادة ويبدأ يتعامل تصميم للأسنان مصبوط لاي على الأسنان اللي موجودة حواليه وفي نفس الوقت بنفس الألوان فيه صورة اللي بعديها الجهاز ده من الأجهزة مستورة جدا الجهاز ده بيعمل إيه؟ ده بياخد لون السنين يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيه كزا لون كتالوج فيه كزا لون ويبدأوا يختاروا هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا بدكة عالية جدا عشان ناخد البرفكت ماتش ناخد التجان وستان ما بين الأسنان بتاعتنا زي ما حضراك شايف اللي تحت دي شاشة بتقولك إن التلت الأولان من السنة لونه كذا وتلت التاني لونه كذا وتلت التالت لونه كذا فعلا لما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين يبدأ يتعمل لها بلوكات مخصوصة بالألوان اللي هي طالع عندنا في المكانة دي دي لاتست تكنولوجيا دي تكنولوجيا رائعة جدا إن انت يعني مش بتسيب بقى العين هنا يعني هنا ما بتبصش على عين يعني مش العين بس اللي بتشوف يعني عينك بتاخد مرة الجهاز بياخد مرة بدون ما يبقى فيه مؤسرات خلي بقى لك الضوء مثلا لو الضوء مش أبيض ناصع في صفار شوية هيبوز لك اللون انت بتختاره الجهاز ده بيضمن لك 100% إن اللون انت بتاخده واظبوط سؤالي بقى الإجراءات اللي قبل الزراعة وبعد الزراعة هي مهم حاجة تحضير الشغل اه انا ده قلية جملة حديمة انا لم ألف أهم من الشغل لظبط الشغل هو ده سنة 98 أول مرة ألفت الجملة دي فعلا ما كانش ديسة حد قالها خالص أهم من الشغل لظبط الشغل هو ده ماشي عشان نظبط الشغل مش لازم لازم الأول ننور نور القوضة الضلمة احنا دلوقتي داخلين القوضة ضلمة تشخيص تشخيص ده بيتعامل عن طريق الأشعة المقطعية لثلاثلات الأبعاد ايه اللي هي الأشعة المقطعية لثلاثلات الأبعاد دي الأشعة اللي بتطع لنا عظم الفك والأسنان للترنشات صغيرة نقدر نشخصها نعرف طول وعرضه صمك وكسبة العظم عامليني ازاي فنقدر نختار الزراعية بطريقة مظبوطة نقدر لو احنا ده في حالة الزراعة نقدر لو فيه اي مشكلة في اي سنة حتى لو تساوي الصغير نقدر نشوفه كويس نقدر لو فيه اعصاب نعرف هي ماشية ازاي فنقدر نمشي بطريقة مظبوطة فطبعا يعني اهم حاجة ان احنا نشخص صح وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطوالنا وصمكنا والكسافة بتاعتنا نبدأ نختار الزراعية بشكل مظبوط ونبدأ يمشي البروزيز بتاعنا ودلوقتي بقى فيه تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطة بدون اي حاجة من حاجات دي اما نقطة بالليزر او عن طريق حاجة اسمها بانش بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العملية كلها ده من ضمن الحاجات المهمة جدا هرجع تاني بقى لانحصار العظم خلي بقى لك يا دكتور ايمان في النقطة اللي فاتت كل ما بنقل التروما كل ما نقل للشغل كل ما الواجع والالتهابات تقل بقى اي اجراء انحصار العظم دي هي حاجة مزعجة قبل طبعا وفي ناس كتير بتخلع وسنانها وتسيب المنطقة دي كنبلة الموقوطة اه احنا مجرد ما خلعنا وما عوضناش ايه اللي بيحصل مش بس العظم بتاعنا بيكش بيبدأ سبحان الله السنان بتاعتنا في حالة حركة كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد ما بداخل عدرس بتبدأ السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقة المفقودة بتبدأ السنان اللي قصدها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا لانه هو بيبين للناس قد ايه مشكلة ان انت ما تعودش استنى لك المفقودة انت كده بتبوز بققك كله اه خلعنا وسبنا جرح عفل اه ادي الدروس بدأت تميل في الحتة الفاضية ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا وعندنا مشاكل كتير بتحصل ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع نبدأ نوسع سن عشان نحط الزراعية تلاقي الدرس اللي قصده طول تلاقي مشاكل كتير وخصوصا ان ده بيخلي الجدور بتاعتها تتكشف اللي بيبوز السنان اللي حوليها بعد كده ويبوز لك مفاصل الفك بعد كده اللي انت بتاكل بطريقة مش مظبوطة ما هي زي المفصلات بالبلدي انت محمل بطريقة مش ستاتيك مش ماشي بطريقة مظبوطة بحامل ناحية اكتر من ناحية بتبدأ تبوز المفصل بتاعك زي ما احنا شايفين هنا شايف سمك العب مقل ده نتيجة انه هو كش عشان خلع وما عوضش كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعتنا المفصل المشاكل دي بتبقى في منطقة الخطورة على فكرة يا دكتور ايمان يعني تحت انت هتقول الدرس بوز في مشكلة يعني بالنسبة لي الدرس زي الدراع بس فيه ناس ما عندهاش هزي الاهمية مفصل فكرة لو باز منخش في عمليات كبيرة جدا عشان خاطر اواب يبلغوا ظروف اتقضى اواب حصل ان الزلاج غضروفي من الزلاج غضروفي فبنبدأ نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو درس نعوضه فانت ليه بتستنى كل ده مفصل فكرة في غضروف اوابك تزلغ غضروفي هنا طبعا طبعا الحلول ايه طيب انا هذوقات انا خلاص مفيش عض هزر عض طبعا ايما احنا بنزرع العضم تمام ايما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طالق ما هي بتبقى على حسب المنطقة عندنا في ناحية الجيوب الانفية العضم تآكل لدرجة ان هو مبقاش موجود تمام فانت عندك الجيوب الانفية لازم ترفعها فبنرفعها ونحط عضم تحتها نسيبه شوية عشان نعرف نحط فيه الزراعات بعد كده يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان الامار تمام لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عضم حواليه ونحط الزراعات بتاعتنا منطقة تانية بنزرع العضم على طول وبعد كده نحط الزراعات عندي مريض عنده مشكلة في شكل سناب واحد فلنفرض ان همه ثلاثة واحد تقول له انا هعمل لك تنظيف وطبيط واحد طبيط بس واحد ثلاث تقول له لا ده لازم اعمل لك فينير من ياخد ايه هقول الله حضر لك حاجة احنا عايزين نوصل لأيه في الاخر شكل حلو شكل حلو ايه هو الشكل الحلو سنان مرصوصة لونها كويس نسبة اللاسة اللي بتبان في الضحكة كويسة اللي هي الايدال بتاعها من 0.3 من 0 ل 3 مليمتر من 0 ل 3 ملي تمام ده اللي احنا عايزين نوصل له هنا احنا المريض الفوق هو نفس السنان حضر لك لو بسيط مفيش تعديل كتير في السنان وهي كانت مبسوطة بعوجة السنان لناحية الشمال الفوق دي شايف حضر لك؟ هي مبسوطة بيها تمام وجميلة هي عايزة تنظف وتعمل شوية تبيض ده اللي احنا عملنا هولها زي القمر بقت زي الفل من غير قصص كتيرة ماشي في حد تاني ممكن يبقى عنده سبيسس عنده مسافات بين السنان مثلا فراغات 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 دي إما هنمشي في سكة التقويم لو ينفعلوا تقويم أو لو الفراغات دي كبيرة شوية هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشة بتبدأ تترصع السنان كلها تدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه شكل سنان حلو فممكن لوصلوا بالتبيض بالتنظيف بفينيرز بتقويم ممكن بعندي دحكة لسوية دحكة لسوية دي لو هي صغيرة نقدر نشيلها بالليزر أو لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها اللي احنا بنقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تدحك الشفة ما تترفعش الرافع اللي ببين لنا اللاسة دي كلها ودي عمليات كلها سهل عندي ربع ساعة مثلا فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص لأ احنا على حسب كل كيس بنبدأ نطور ونبدأ نشوف ايه الاحسن له عشان خاطر نمشي عليه فيه سؤال بقى اللي عايزك تديله حقه قويب راح تخلص في الوقت انا معيك اشرحه لنا لانه انواع الماتيريال دي خناء طبعا زاركونيا ولا ايه ماكس ولا برسولين ولا انا هقول لها عدراك على حاجة دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا خلينا الخناء ما بين الزاركون والايه ماكس خليها على جنب شوية انا هدي لحضراتك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعة البيك والتيتانيوم ماش والحاجات دي كلها دي هي ده اللاتست دلوقتي انا واحد كبير في السن خلع سناني بقى لي فترة طويلة جدا العضم تآكل في حاجة اسمها vertical dimension اللي هي المسافة من هنا لهنا لو انا عملتله السنين لو ادي عضم تآكل بشكل كبير السنين لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزراعات لو انا زرعه الفك كله فوق وزرع الفك تحت بعد ما فقد العضم هيبقى وزناها تقيل جدا على الزراعات فبنبدأ نخش دلوقتي على حاجة اسمها peak والتيتانيوم ماش ايه دول عبارة ايه نعمل شاسي معمول من مادة اسمها peak الشاسي ده بيبقى طالع منه صوابع صوابع دي بيبقى دي مرحلة من مراحل المقسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تطربت بمصمار بيبقى طالع منه صوابع 14 عاكيناها 14 سنة ودرس مبرودين وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير ونبدأ نجمل اللاسة الكلام ده كله بياخد الوان معينة دي كلاسة طبيعية فانت كده عوضت الvertecal dimension بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي ده وضع الpeak وضع التايتينيوم هم اللي اتنين هم بيقوموا بالشكل ده زي ما حضرك شايف هنا هتلاقي أخرام أماكن المصامير اللي بتتربط في الزرعات انت هنا رأي عملت التركيبة ده الشاسية بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده السنين وبعد كده يتكسى اللاسة بتاعتنا بشكل حلو ودي الأماكن المصامير اللي بتتربط في الزرعات اللي احنا مسبتينها فبوق المريد سؤالي هل المريد يشغل دماغه بالفرقات بين المواد؟ ومهم جدا انه يفه يفه لازم تعرف انت اللي موجود فبوقك ولازم تعرف مدى قوة اللي انت حطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك كوزن على الزرعات اللي انت حطتها يعني انا للوقت لو حملت أوزان زيادة على زرعات ما ايه اللي هيحصل نفس فكرة العمارة انا عملت العمارة عشرين دور والاساسات بتاعتها خمسة دور تستحمل خمسة دور اللي هيحصل هتنهار نفس الكسة فاحنا عايزين أوزانة خفيفة عشان الزرعات بتاعتنا تعيش طول حياتك فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسي اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا تمام؟ اقل من وزن ان هو يبقى كلها زي الكون وبتدينا صلابة عالية جدا هنا في الحالة دي الحالة دي حلوة جدا حالة دي احنا هنا زراعنا الزرعات بتاعتنا من غير فتح الجراحي خالص ودي كانت اميديات 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 امبلنت اميديات لودينج احنا فتحنا كل ده يعني اللي فوق ده ده بعد العملية على طول وتحت ده بعدها باربع خمسة ايام بقى الراجل باثنين وكاملين بس هنا مش اي حد ينفع يتعمله زراعات فورية لازم بقى عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع زراعات دي عندي عظم كويس عندي صحة كويسة عظم كويسة يعني ايه عظم كويسة يعني طول وعرض وصمك وكسافة صحة كويسة لو عنده سكر يبقى كنترولد لو عنده اي امراض مزمدة تبقى معمول لها سيطرة كويسة وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط اللاسة اللي تحت دي دي لسة سناعية معمول على بيك باينة هي بطبيعية جمدة جدا سنان زي الفل مرصوصة نفس اللون الطبيعي نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي بالزبط كده هو دي نقطة مهمة جدا ما جيبش حد اصمر اوي اعملو سنان فتحة اوي ومعملوش لسة مش مطابقة لون لسة ومعملش لسة مش مطابقة لون لسة بتاعه عشانتو مزبوط ماشيين مع بعض ده في حوالي تمانية وتلاتين درجة لون بتدخلط عشان خاطر تدينا اللاسة بتاعي تنادي تمانية وتلاتين درجة تمانية وتلاتين لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورماضي وموف فيه ألوان بدرجاتها كلها يعني البمبة حتى ليه مثلا فيه عشر ألوان بمبة اه طبعا البنات عارفين الكلام ده اه هم عارفين ده البن تلات ده سيمون ده بربون ده لالله كمون وانا احنا بالنسبة للأحمر انوارت وأبدعت ديف العزيز واحد منكم حلام الأسنان طبعا دكتور كريم مكادي استشارت زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية رضو الجونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان كان مبدعا في حواره في الدكتور في 2021 أو 2022 هل ممكن انه يوجد في مكان في العالم في مصر صاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه ان حد كده مش دكتور يبقى فني ولا اي حاجة أو هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركبات جهزة يخرم لك بشنيور ويركب لك سنة كده في مكان ما تحت أي ظرف من الظروف يا أخي لو معاكش فلوس خالص كلية الجامعات فيها فيها لنها فيه سوبرفجن عالي من دكاترة منها على الكفاءات جدا 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 الدكتور المصري ما فيه زيه حتى الشباب مش شرط يكون كبير وخبرة لا ممكن يكون شاب لسه بس عنده الخبرة وعنده سوبرفجن هيكون عنده الانفكشن كنترول البكان دي مش تقعد في مولد ولا تقعد في حتة ولا تقعد في تجمع تعمل حاجة زي دي ما ينفعش خليكم مع دكتور